حلم ينتظر كل طفل مع نهاية كل موسم اختبارات الاندية بين جزء بسيط من الاحترافية وكثير من العشوائي اشتركوا في القناة الاف الاطفال في كل محافظات مصر يذهبون كل عام لكثير من الاندية ادفعون سمن الاستمارة لبهز السمن املا في ملامسة الحال وعدد قليل من الاندية اللي بتعمل باحترافية في اختبارات النشيئين وكثير بعشوائية واحيانا محسوبية ولو نظر كل مسؤول او مدرب في نادي ان احلام الاطفال لا يمكن العبس بها سنجد في مصر ان شاء الله يعني اكثر من محمد صلاح بس دلويا موسيقى 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 الاختبارات بتاعة الاندية شغالة دلوقتي وفي اطفال كتير بتروح في اختبارات مستمرة النهاردة عامل لكم خدمة ان احنا نقول لكم الاندية والموعيد والاسعار بتاعة الاستمارات عشان عارف ان ده سؤال بيتلدد عند كل البيوت دلوقتي كل البيوت دلوقتي اولاية الامور كلهم شايفين او مستنيين او نفسهم او بيحلموا ان اولادهم يبقوا مثلا زي محمد صلاح هنتكلم عن ده تفصيلا النهاردة وهنتكلم عن الايجابيات اللي بتحصل في الاختبارات وهنتكلم عن كثير من السلبيات اللي بتحصل في الاختبارات بس ابدأ معاكو باخبار في منتهى الاهمية من الزمالك ومن الاهل من الاهل ومن الزمالك انا عارف الناس اللي هوات الترتيب دول هنبدأ ونتحدث عن صفقات ولاعبين راحلين بس النهاردة هبدأ بصفقة كبيرة كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك لو تمت انا هبقى ضقيق جدا في كلامي وانا بقولك عشان لا ارفع التوقعات بتاعتك جدا ولا اصدمك انا هخليك في حتة معقولة هخليك في الواقع الحقيقي اللي بيحصل دلوقتي الزمالك يا جماعة دخل في مفاوضات قوية جدا لضم مين الفزورة مين الفزورة كانت ايجابتها خلال الايام الماضية اتنين هتلاقوا الناس كلها بتتكلم عنه اشرف بن شرقي ورمضان صبحي كل الناس تقولك ايه الزمالك بيفاوض اشرف بن شرقي الزمالك بيفاوض رمضان صبحي بالمناسبة الزمالك مهتم بالاتنين مش بقولي مش من فيها يعني بس ده حدث اصبح ايه حضراتكم عارفينه في واحد بقى دخل في الصورة مع كامل الاحترام لاشرف بن شرقي ورمضان صبحي هو على مستوى الاركام والتاريخ اكبر من الاتنين والخبرات كمان نحن نتحدث عن عمر السومة واحد من اهم اللاعبين اللي في اسيا واحد من اللاعبين المميزين جدا سواء كان مع اهل جدة سواء كان الموسم الماضي مع العرب القطري واحد من افضل اللاعبين في اسيا اخر عشر سنوات مهاجم عظيم معدل تهديف ومش طبيعي مهاجم سوبر بحق وحقيقي اسم كبير واتردت كسينا بين اندية مصرية خلال السنوات الماضية ولكن سعره صعب جدا ما خلاش اي نادي في مصر يعرف يشتري طيب اه كريم انت بتقولي السومة يجي للزمالك واصلا الزمالك يتحدث عن معاناة مالية ده من سنتين تلاتة لما كانوا فيه فلوس ما كناش نعرف نجيب السومة كمان هتيجي دلوقتي هتيجي دلوقتي تقولي ان السومة هيجي الزمالك وبياخد تلاتة مليون دولار في العرب القطري كل موسم اللي هو يعني حوالي مئة وعشرين مليون جنيه مصري ده غير الفلوس اللي الزمالك المفروض يشتري بها اللاعب من اهل جدة ما خب بالك اهل جدة مستعد الآن للتفاوض حول بيع السومة ليه؟ السومة اخر سنة ليه في عقده وهي السنة الجاية مع اهل جدة طيب اهل جدة قالك لأ تم استثمر فيه اكتر طيب اهل جدة حاطت كام في السومة حاطت المهاجب السوري كبير جدا ده حاطت من اثنين لتلاتة مليون دولار لبيعه من اثنين لتلاتة مليون دولار لبيعه او تحديدا من اثنين ونص التلاتة بس اللي هو ايه زي بيقولك ده في المفاوضات ممكن ينزلوا لاتنين يعني المشكلة عند النادي الزمالك مش هتبقى في شراء اللعب هاشتروه هاشتروه بايش شكل هاشتروه ما فيش مشكلة الزمالك عنده حكايتين في عمر السومة شوف انا بحكي لك بالتفصيل الممل بالتفصيل الممل جدا عشان ما تقولش انه الخبر بيترمي وخلاص في حاجتين اول حاجة انه الزمالك عنده منافسة كبيرة مع العرب القطري اللي عايز يشتري السومة من اهل جده بشكل نهائش فهيخش معاه زي بيقوله كده ايه في مزاد ده واحد طيب الازمة الاكبر ايه هي راتب السومة نفسه الراجل بياخد تلاتة مليون دلار مع العرب القطري هتدفع لهم هتدفع عنده الرقم ده ازاي مية وعشرين مليون جنيه في السنة مية وعشرين مليون جنيه في السنة هتدفعه ازاي ده لو هو ما طلبش زيادة هتدفعهم ازاي دي ليها كصة بقى كصة ايه انه احد محبي نادي الزمالك في الخليج رجل اعمال كبير مستعد انه يدعم هذه الصفقة يدعم راتب السومة في نادي الزمالك فالحتة بتاعت الراتب ينفع تتحل او والد انها تتحل يبقى احنا عندنا المعدلة الوحيدة في الصفقة دي ايه هي المنافسة مع العرب القطري نادي الزمالك بيقنع السومة بايه انت اسم كبير في قارة اسيا الاضواء يعني بعدت عنك شوية بعد ما مشيت من الدوري السعودي مع نادي الزمالك هتطلع في الاضواء مرة اخرى منافسة في البطولة المحلية والبطولة الافريقية انتشار اكبر تجربة جديدة خارج الخليج تفاصيل كتيرة بيحاول يقنع بها نادي الزمالك السومة أنه ينضم للفريق موضوع الأمور المالية لا الزمالك حتطلها خطة لحله لحله بس المنافسة ما بين الزمالك والعربي القطري على موافقة اللاعب نفسه مش أهلي جد أهلي جده مستعدة خلاص أنه يبيع السومة مش هيحسن المشكلة فكرة أنه اللاعب نفسه يختار مين بقى يختار العربي اللي عمل معه أرقام عظيمة جده تعالى وليك أرقام السومة مع العربي القطري عشان تفهم هو فيه عشان فيه ناس بتقولك إيه يا عم السومة إيه خلاص بقى السومة ده انتهى تعالى شوف الأرقام اللي مش طبيعية اللي عملها السنة اللي فاتت مع العربي القطري يلا بينا اللي هو الموسم المنتهي مؤخرا ده لعب سبعة وعشرين مباراة وسجل سبعة وعشرين هدف يعني بمعدل هدف كل مباراة لا مش بس كده ده صنع ستة هدف كمان في الموسم ده مع أهلي جده بقى لعب ميتين اتنين واربعين مباراة سجل مية تلاتة وتسعين هدف وصنع تلاتين هدف يعني تقريبا بمعدل التسجيل والصناعة وبرضه معدله هدف كل المباراة سواء بالتسجيل أو الصناعة كمشاركة في التسجيل أرقام مزهلة أرقام مزهلة للسومة ولو جي نادي الزمالك هتبقى صفقة خيالية نادي الزمالك هتبقى مكسب عظيم جدا لنادي الزمالك طيب ده السومة طيب ده معناها كريم اللي انت بتقولي انه الزمالك مش بيفكر في أشرف بن شرقي ان الزمالك مش بيفكر في رمضان صبحي لا مش بقولك كده مش بنفي اللي بيقوله كده أصلا عشان الزمالك فعلا بيفكر في أشرف بن شرقي عشان الزمالك فعلا بيفكر في رمضان صبحي بس لو حطيت أولويات هو أولويات السومة طيب هل ينفع يجيب السومة أشرف بن شرقي ورمضان صبحي صعب تجيب التلاتة صعب جدا تجيب التلاتة لأمور ملاية ينفع تجيب منهم اتنين هتبقى برضو صعبة شوية بس تمشي طيب ايه حكاية أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي بياخد نفس رقم السومة ده في قطر والرقم كبير 3 مليون دولار في السنة كبير وانت مشتري تدفع الاتنين بقى دي مستحيلة مستحيلة طبعا هل ينزل الرقم وارد عفوا انا اقولت في قطر انا اتكلم على الجزيرة الاماراتية هل ينزل الرقم لا هل اشرف بن شرقي من اللعيبة اللي ممكن تضحي بأمور مالية لا اشرف بن شرقي لما كان موجود في النازل زماني شرحاكم تبقوا عارفين هو كان لعب مخلص جدا كان بيقدم شكل رائع جدا بس هو في قصة الفلوس هو ما بيستناش ما بيستناش الارت بتاعه شهر يتأخر يومين الشكاوى على طول وانا عايز فلوسي اه في الملعب وفي جدا ومخلص جدا خارج الملعب مش من اللعيبة اللي ايه ينفع تاخد تدي معاه في التأخير في تخفيض في تفاصيل فهو عنده حاجتين اشرف بن شرقي يضمن المقابل المادي بتاعه في السنة يعني الراتب بتاعه ويضمن دي نقطة مهمة بقى يضمن او يعرف او يفهم مصير مجلس ادارة نادي الزمالك مستقبل نادي الزمالك دول حاجتين طلبهم اشرف بن شرقي طيب بقى اشرف بن شرقي بس مع الجزيرة الاماراتي نفسه لسه عقده مع اشرف بن شرقي ممتد للموسم اخر الجزيرة بحسن معلوماتي اصلا يرفض الاستغناء عن اشرف بن شرقي اساسا يعني من زي اهل جده بقى مش حكاة بتاعهل جده اللي بقولك انه مستعدي بيه عمر السومة عادي لكن هناك بن شرقي الجزيرة عايزه فعشان كده بقولك ايه بن شرقي معقدة شويتين السومة اسهل نسبيا رمضان صبحي حكايته كلها تتلخص في بيرامد بيرامد موافق ولا لا بيرامد رفض مؤخرا انه يسيب عبدالله السعيد للزمالك في يناير هل هيسيب رمضان صبحي دي صعبة ذاتب رمضان صبحي اصلا كبير وضخم جدا برضو هو من اكتر اللعبين لم يكن اكتر اللعبين حصولا على مقابل مالي في الموسم في اي نادي في مصر فالامور بالنسبة لنادي الزمالك اه زمالك متحفز جدا ومتحمس جدا انه يضم صفقة سوبر التلاتة على طولة نادي الزمالك السومة يجيب بعدها مين؟ رمضان صبحي اقولك بالتفصيل الممل هذا عن نادي الزمالك ماذا عن النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عنده تلات حكايات صعبين جدا تلات حكايات صعبين جدا ومحتاج ياخد فيهم قرارات سريعة وحاسمة وحازمة نبدأ بمين؟ نبدأ بالسهل حمد فتحي حمد فتحي الاهلي الان في هذه اللحظة اصبح متفاهم وعنده كبول شوف انا بختار الالفاظ مش موافق كبول مبدأي لفكرة رحيله الى نادي الوكرة القطري خلاص فحمد فتحي وحتى الامور المالية اللي بنتكلم باللغة في 3 مليون دولار وممكن تزيد شوية 3 مليون وربع او 3 مليون ونص الاهلي موافق على الرقم ده بس الاهلي زي ما تقول كده ايه بيحاول يزود على قد ما يقدر بس الاستناء عن حمد فتحي اصبحت فكرة مقبولة في النادي الاهلي ده حمد فتحي بالمناسبة بجانب الثلاثة ونص الاهلي بيحاول يوصل للرقم دوت يعني هيبقى فيه 25% في عقد حمد فتحي مع الوكرى القطري الاهلي يستفيد من 25% من اعادة بيعه 25% من اعادة بيعه ده في اضافة الطاقة اشكال الاهلي مرحب شايف انه العقد هيبقى مناسب فحمد فتحي غالبا هيبقى اول الاوراق التي ترحن عن النادي الاهلي تمام والاهلي بيجاهز لبديله عشان تبقى فاهم يعني برضه عشان ما تتخضش حمد لعب كبير وقيمته كبيرة في النادي الاهلي بس الاهلي بيجاهز لمديله طيب الحكاية التانية مين الحكاية التانية حسين الشحات اسمق بقى حسين الشحات دي عشان برضه ربما تفاصيل تسمعها لأول مرة ربما التفاصيل انا عارف ان الحاجات دي مقررة بتسمعها في كل حد تسمعها في كل المواقع والبرامج طول الوقت يعني العباء المهمة دي تحديدا الحديث عنهم طول الوقت شغال يعني بس انا حب اقول التفاصيل اللي دقيقة جد حسين الشحات قبل الفاينال بتاع دورة أبطال أفريقيا كان فيه كلام أو فيه تقارب في وجهات النظر وأنا قلت الكلام ده قبل كده في حلقة بين الأهلي وحسين الشحات الحكاية كانت فين الحكاية إنه حسين الشحات بس كان عايز يشيل البند بتاع المشاركات يعني تاخد فلوسك على حسب مشاركاتك قال لا أنا أخد العقد السنوي بتاعي أشارك مشاركش أنا أخد العقد السنوي بتاعي الأهلي كان مزمزق شوية بس كان فيه برضو إيه كبول في هذا الأمر حسين بعد البطولة الأفريقية المطالب زادت شوية وأقول لك زادت ليه عشان ما بحبش أجي على اللاعبين في مسألة التفاوض دي الأسهل الناجي زي ما يقوله كده إيه في صف النادي واجي على اللاعب لأ ده مفاوضات واللاتنين بيكسبوا فيها حسين لعب له كيمة كبيرة وده النادي الأهلي فكله كسبان حسين طلب ياخد في الموسم 15 مليون جنيه كأكبر عقد للاعب مصر داخل الأهلي مش لاعب محترف للاعب مصري داخل النادي الأهلي 15 مليون جنيه مع مع إزالة البند بتاع المشاركات هنا الأهلي تحفظ قال لك لا لو هزود 15 أو هوصل ل 15 مليون جنيه فهيبقى بند المشاركات موجود إن أنت تاخد فلوسك على حسن المشاركات اللي هتشاركها مع الفريق طيب أو الأهلي عرض ده إنك تاخد 11 أو 12 مليون جنيه في الموسم ونرفع بند نسبة المشاركة وتبقى الأمور سهلة بكرة في جلسة لحسم هذا الأمر وتقديم النادي الأهلي عرضه الأخير لحسين الشحات حلو؟ طيب ليه حسين الشحات بيعمل كده؟ أو ليه حسين الشحات بيحاول يرفع من عرضه حقه جدا؟ حقه يعني حقه أي لعب إنه هو يشوف كمته زي إيه ويختار براحتك أنا بقول حقه دي اللي هو إيه؟ مش يابه صح أو الغلط حقه إنه أنا على ترابس المفضل أقول لأنا عايزه أنا عايز 100 مليون جنيه براحتك والنادي من حقه يرفض أو يوافق حسين الشحات عنده عرض من نادي الشباب السعودي من نادي الشباب السعودي مقابل مليون وستمائة ألف دولار يعني تقريباً بالمصري خمسين مليون جنيه يعني هنا الأهلي عيدفع خمستاشر وحسين عنده خمسين مليون جنيه في الشباب السعودي يعني معاي بقى امتيازات أخرى زي الإقامة والسفر ورحلات الخارجية وتفاصيل كثيرة هو السلطة دي فعلى ده إنه عنده عرض آخر بس شافة هي يعني من نادي التعاون في السعودي برضو حسين بحسن معلوماتي يميل للبقاء مع النادي الأهلي بس في نفس الوقت شايف إن الفروق المالية كبيرة جداً كبيرة جداً الأهلي يقنع حسين الشحات إنه بيسطر تاريخي الآن مع النادي الأهلي إنه الفترة اللي فاتت الأهلي كان يتحمل بعض الهبوط في المستوى الحسين الشحات وتحسن كسينة حسينة وأصبح واحد من أهم من جمل فريق الموسم ده فزيما الأهلي كان تحمل الموسم المضايا فحسين يتحمل أو يضحي بالمقابل اللي هناك فيه مفاوضات شغالة بس فيه في السعودية عرض مغري جداً عرض مغري جداً هيحصل إيه؟ نشوف بكرة غالباً هتبقى الأمور واضحة ليه بكرة؟ هتقول لي ما لسه الأمور بدري لا لأن ده في السعودية بتقفل أوراقها دلوقتي بتقفل القوائم بتاعتها خلاص فلو الأهلي هيستنى مش مشكلة لنهاية الموسم هو مش هيستنى هناك هو الموسم بتاعته خلاص وبيجيب صفقاته للموسم الجديد والمعسكر بتاعته وخلافه وبالتالي مش هيستيب حسينة الشحات يستنى والأهلي في نفس الوقت أه برضو عايز يحسن الأمر ده عشان لو حسين مثلاً مشي من الفريق فيلحى إن دي الأهلي يعوضوا بلاعب آخر ده حسينة الشحات من بعد حمد فتح اللي جيدة بقى أعتقد دي هتسمعوها الأول مرة أعتقد دي هتسمعوها الأول مرة محمد الشناوي محمد الشناوي عنده عرض مغري جداً أيضاً من الدوري السعودي والنادي اللي طالب محمد الشناوي هو طلبه بشكل شافحي دلوقتي النادي ومحمد الشناوي بعد نهاية أفراقيا أحد المسؤولين في أحد الأندية السعودية كلم الشناوي وقال له إحنا عايزينك معنا وهتاخد مقابل في السنة 3 مليون دولار 3 مليون دولار 120 مليون جنيه 3 مليون دولار ده غير الفلوس أو الرقم اللي هندفعه للنادي الأهلي وهندفع للنادي الأهلي رقم كبير قد يصل لـ 4 مليون دولار وممكن أكتر كمان بس إحنا مش هنتفاوض مع النادي الأهلي إلا لو أنت جبت لنا من النادي الأهلي الترحيب بالمفاوضات إحنا مش عايزين نبعت للنادي الأهلي ويقول لنا الشناوي مثلاً مش للبيع مش عايزين نسمع عروض فالشناوي دلوقتي بيتحرج في ده بيسأل مسؤولي النادي الأهلي بيتكلم مع الناس في الجهاز الفني بيطلب من الجهاز الفني تواصله مع الإدارة بيشوف الوضع إيه عشان ينجز كمان هو كمان وضعه والشناوي شايف أن الفترة الماضية قدم كل ما لديه وعمل كل شيء مع النادي الأهلي وعمل كل الإنجازات العظيمة مع النادي الأهلي والعرض مغري جداً خاصة أنه كان رفض عرض مغري جداً في يناير من نادي النصر السعودي فده الوضع بالنسبة للشناوي اللي كانت زي ما قلت لك في يناير هياخد تقريباً 60 مليون جنيه في سنة 2 مليون دولار من نادي النصر العرض زيت كمان وأصبح 3 مليون دولار بس مش نادي النصر المرة دي مش نادي النصر عشان بس هو في ناديين بيتكلموا في القصة دي وأنا لسه مش مسك واحد فيهم أو مش عارف الاسم بزراب مش عايز أقولك اسم الناديين أصلاً بس في أحد الأندية السعودية عرض على الشناوي كلموا وقالوا هتاخد 3 مليون دولار في السنة ده عقدك انت غير الفلوس اللي هياخدها النادي الأهلي بس هتلينا موافقة أو ترحيم من النادي الأهلي إنه النادي السعودي يبعث العرض للنادي الأهلي لو الأهلي قافل الموضوع فعرفنا فمش هنبعث أصلاً ونبدأ نشوف حارس آخر المعضلة فين هنا يا جماعة هشتبقوا فاهمين ناحة تانية الخليج كله الدول السعودي دلوقتي الأرقام اللي بتدفع في اللاعبين أرقام كبيرة جداً وضخمة جداً فأصبحت مغرية لكثير من اللاعبين التي تنتهي أو تقترب أقدم من الانتهاء في الدولة المصر خاصة لو لعيبة مميزة للفارق كبير والنادي في مصر مش بكلمك على أهلي بقى وإلى زمالك مش هيضر يجاري ده مش هيضر يجاري ده على فكرة مش بقول برضو مش بقلل من أنديتنا أو أنهم ما بيتفعوش أحنا أكتر دولة في أفراقيا أكتر دوري في أفراقيا بيدفع للعابين على مستوى القرار الأفراقية بس لما تخش النحى التانية لا اللي بيحصل في السعودية مثلاً دلوقتي في الدوري السعودي أندي أوروبية ما تقدرش تجاري أندي أوروبية كبيرة متقدرش تجاري الأرقام اللي بتدفع في الدوري السعودي فده واقع نحن لازم أن نتفهمه وبالتالي شطارة بقى الأندية في مصر أنها ترتب أوراقها من بدري اللي عقده بيخلص أو اللي عقده مضيه لما يبقى فضله ثلاث سنين مضيه جددله كمان النهاردة من شخص سونايتد أنه يعمل عقد لراشفورد لحد 2030 بيفكر كده لحد 2030 ليه؟ ورقة مهمة مش هسيبه لما يخلص عقده بسنة ولا حاجة ولا بكم شهر وقوله تعالى جدد معي ده الواقع أنا بقول كده على الأهل بس لعدش أبدا من اللاعبين حط نفسك دايما مكانهم وإن كنت يعني أنا لو مكانهم دايما بس خلي كل واحد حر أنا دايما في الكصة دي بقول كل واحد حر في واحد بيفكر جدا في الفلوس ولو فكر كده فهو مش غلطان بيفكر في مستبله ومستبل أولاد وتفاصيل كثيرة حقه في واحد تاني بيفكر في النادي اللي شرعه والنادي اللي عمله والنادي اللي عمله النجومية وده ممكن يكسبه في المستقبل كتير ممكن ما تكسبش في الحاضر قوي كل واحد بيفكر بطريقته بس اللي اتنين مش غلط على فاكرة أنا قلت كلمتين دور وقت رمضان صبحي كمان وقت ما كان الناس كلها تهاجم الأمر وقلت ساعة عبدالله السعيد وقلت ساعة أي لعب خرج وبصل للمقابل المادي كل واحد فينا يا جماعة أنت بيبقى قاعد جمك أخوك بيفكر بطريقة غيرك واحد تلاقي أخوك بيفكر لا أهم حاجة أكسب فلوس كتير دلوقتي وفي واحد تاني يقول لك لا أنا أهم حاجة السرعة الاجتماعية أو الشكل الاجتماعية أو مستقبلي أو شغلي أو مش عارف إيه أو أكبر كل واحد وله طريق التفكير لا ده غلط ولا ده غلط ببساطة يعني باش الحكاية بقى الأولى أو اللي بدأت بيها حلقة النهاردة في المقدمة هي اختبارات الناشئين في أندية مصر كل موسم بيحصل أزمة بتحصل مشكلة بتلاقي الناس كتبع على السوشيال ميديا وتشوف صور وأطفال بتبكي وتشوف معاملات مش جيدة وتشوف ألاف الأطفال بيتدربوا في وقت واحد في الاختبارات وتشوف ناس مش مؤهلة من المدربين هما اللي بيبصوا ويرقبوا وتشوف حاجات سلبية كثيرة جدا في موضوع إن الأطفال وأولياء أمورهم بيستنوا من الموسم للموسم عشان يودوا أطفالهم يختبروا في أندية مصرية لعل وعسى يبقى نجمي كبير زي نجوم كتيرة مصرية زي محمد صلاح اللي بقى دايما هو النموذج اللي كل الأطفال بتلعب أو بتحاول توصله فتلاقي إنه لا الموضوع حزار الموضوع بقى استثماري أكتر احنا هنلم فلوس استمارات ألاف الأطفال بييجوا اضرب في 100 ولا 150 جنيه فالنادي دوة تكسب شوية فلوس حلوة في الآخر ما ياخدش ولا واحد من دول ولو خد هياخد بعض كل اللي هقوله دوت بنكسين بعض مش بعام فتلاقي مثلا إنه اللي بيتاخد في الآخر هو اللي بيتاخد بالتليفون بيتاخد بالمجاملة بيتاخد بالمحسوبية بيتاخد بالوسطة ممكن ما يبقاش مؤهل ففي النهاية اللي بيحصل إيه إن الكرون مصرية نفسها ما بتاخدش الأطفال الموهوبة فبتاخد الأطفال فيها مجاملة فالنادي المنتخبات بيبقى الموضوع كله مفتح على بعض أنا بقى كل ده مش شغلني أنا شغلني جزء إنساني كبير جدا طفل عنده 8, 9, 10, 11, 12, 13 سنة رايح وعنده حلم كل اللي حواليه بيقولوله انت العيب كويس فيروح يلاقي نفسه نازل وسط مئات الأطفال لحد شايفه بشكل كويس لحد اختاره لحد قاله انت ممكن لحد قاله حتى تعالى السنة الجاية لا انت مش بقى انت بر وهو نفس الطفل ده وهو بيتدرب شاف طفل تاني مش موهوب فحد قاله انت مكمل معانا هذه الصدمة هذا الإحباط الكبير ده يؤثر إنسانيا لنهاية العمر يا جماعة ما تستصغروش الموضوع انا مكلم الناس القائمين عن قطاعات الناشئين في الأندية مسؤولين الأندية مسؤول الأندية اللي لهم دور كبير جدا انت بترائب ولا ما بترائبش انت بتختار المدربين المؤهلين ان هم يختاروا أطفال زي دول ولا لأ انت كنادي لما بتدخل مئات الأطفال مع بعض هدي فرصة انك تعرف تشوفهم كويس ولا لأ والله الحكاية دي أنا النهاردة قلت هفتحها مع حضراتكم واشتغل عليها وهكمل فيها عشان الموضوع إنسانيا شوف أنا مش مكلمك بقى قد إيه مصر الكرة المصرية ورياضة المصرية بتخسر مواهب كثيرة بسبب ده بسبب ده في نفس الوقت عشان أبقى أمين وأنا بدأت الكلام بتاعي ببعض ببعض الناس اللي بتشتغل بطريقة خاطئة أصبح في مصر الآن هناك أندية بتعمل ده بطريقة متطورة جدا بطريقة محترمة جدا بطريقة بينكو سين كده فيها ضمير يا جماعة ده الأطفال اللي بيجوا دول أطفال وأولئة أمورهم عندهم أحلام كثيرة طفل كثرة النفس دي ده أحنا يعني أنا عارف أن أنا ببسط لك الموضوع قوي هو ينفع يكبر قوي وإزاي مصر بتخسر مواهب بالجملة بس يا أخي ده أنت بتخسر هتبدأ طول عمره مع أدو طول عمره حد ما يكبر يعني فبمناسبة أنه فيه اختبارات دلوقتي في كثير من أندية شوية ضمير بس من الكل بقى شوية ضمير من الكل والناس اللي بتشتغل كويس الناس اللي بتشتغل بضمير ياريت نبص لها ونشوفها ونرقبها وياريت نعمل النموذج ده بصراحة عشانا بقى أمين يعني كثير من الأصدقاء راحوا قطاعات ناشئين الأهل يتحسن كثيرا في هذه الأمور فيه دلوقتي دلوقتي نادي زد عنده قطاع ناشئين محترم جدا نادي حديث العهد وعنده قطاع ناشئين محترم جدا أفهم وأعرف التفاصيل بتاع الاختبارات وإزاي بيتم الاختبارات وإزاي بيتم اختيار اللاعبين وكام عدد لاعب أو كام عدد اللاعبين اللي موجودين في الاختبارات وإزاي بيتم أصلا واستعداد كبير إنك تقدر تشوف مواهب أو ناس ممكن تبقى مؤهلة لللاعب فيها المستقبل مع الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي زد يا كابتن علاء مشرف ومنور خامسة خيرة كريم إزايك أخبار حضرتك إيه منور الدنيا تمام والله الحمد لله والله الحمد لله اليومين دول اليومين الصعبين جدا طبعا قوي قوي في كل حاجة والله صح كده وكي بس التليفونك ده وتمسع عليه 4000 ميز كول و4000 ميز تمام دي حقيقة صح كده طيب إحنا في فترة الاختبارات دلوقتي يا كابتن علاء وأنا كنت بدأ الحلقة النهاردة إن فيه بعض الأندية متشتغلش الموضوع ده باحترافية وسمعتني أكيد من شوية وقديه الموضوع فيه أزى نفسي اللي كثير من اللعبين والأطفال إزاي بتتعاملوا في هذا الأمر أو الصح إيه في التعامل في مثل هذه الأمور كل موسم بيبقى عندنا اختبارات ناشئين إيه التعامل المثالي بص يا كابتن أنا سمعتك وأنت بتتكلم طبعا تمام إنت بتتكلم في حاجات حيوية جدا وحقيقة فعلا كل الكلام انت بتقوله صح تمام إحنا أولا إحنا بنتعامل مع اللعبين والأطفال زي ما حالك بتقول بطريقة احترافية عالية جدا أولا ما فيش حاجة عندنا اسمها استمارة وتدفع فلوس أصلا من جانب إحنا مقدارين الحالة اللي فيها الناس بيجوا بلاستمارة أسماء بس كده ومحددين في يوم الحد والثلاث مواليد ألفين ووحداشر أحي ألفين واثناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر أربع مراحل سنية والاثنين والأربع مواليد تسعة وعشرة ووحداشر أنا لا أعمل اختبارات ألفين وثلاثة ولا ألفين وخمسة وستة ولا سبعة ولا تمانية لأن إحنا لو إحنا عملنا كده بحنا بضحك عن الناس صحيح لأن المواليد الكبيرة دي خلاص اللي لعب لعب واللي راح نادي واللي اشترك في نادي واللي قايد في نادي صعب اللي أنا أعمل ده كده أنا بضحك عن الناس فأنا بعمل للمراحل السنية الصغيرة في مواليد ألفين وتسعة وعشرة وحداشر واللي بنا يغيط لخمستاشر تمام؟ أدي أول أول حاجة أولاً بيبقى فيه تنظيم ببتدي بالصغير الأول اللي هو بيبقى بس المواليد ألفين وخمستاشر وعشر وألفين وحداشر في اليوم التاني ببتدي بيوم لعشان خاطر الجو بيشد في الحرارة شوية فبنلعب أولاد الصغيرة الأول لما بنخش في الشمس بجيب الأولاد كلهم بعدهم في أماكن في الضل عشان الولد بنحافظ عليه وبنديله وقته تماماً نمرة واحد مفيش مدرب يجرؤ يسفر قبل الوقت بدي دقيقة احنا عاملين تايمينج لكل مرحلة سنية فيه لا يقل عن 14 ل 16 مدرب مدربين وحراس مرمح حوالين الملعب بنختار بنشوف أنا كابتن كريم حسناً كل النادي ليه هدف مختلف أنا بالنسبة لي عندي فرقة تمام أنا بحاول أشوف كوالتي أعلى من اللي عندي طبيعي أيوة وقد ضل حضرتك وبالرغم من هذا اللي أنا بأخذ أي لعيب بلاقي فيه من بص واحدة بعرف إذا لعيب ولا مش لعيب تمام بعمل إيه أنا النادي الوحيد اللي شغال في مصر أنا النادي الوحيد هخلص يوم 26 ستة اللي هو قبل الوقفة بيوم وهديهم الراحة بتاعتهم لغاية واحد ثمانية يعيدوا مع أهاليهم اللي عايز روح يصيب مع أهله بحيش لهو يخسر الموسم كله ويرجع لواحد ثمانية فيه في فترة العداد تمام أنا اللي باخده من الاختبارات باخد عدد بير بكارت بمضي أنا عليه شخصياً عشان الكارت ده بيخش به مع الفرقة الفرقة النادي الرئيسية يعني مثلاً 2011 باخد مثلاً اليوم ده مثلاً ثمانية تسعة عشر أي عدد ما وبينزل بعض الظهر أو تاني يوم مع الفرقة الرئيسية بشوف الولد ده بوسط الفرقة الرئيسية عمل إيه أخباره إيه زي اللي عندي أحسن من اللي عندي أقل من اللي عندي وابتدأ قايم عشان يبقى الولد خد فرصته تماماً ويبقى أنا ما تحكش عليه أيوة 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 الفكرة الفكرة كابتن علاء دايماً أقول كده أنه أنت روح شوفه بس يعني شوفه بضمير يعني شوفه بإخلاص طبعاً وشوفه بالآخر هو طبيعي كل واحد أنا وليه أمر مثلاً أنا شايف إن ابني ممكن يبقى كريستان ورنالدو كل واحد بيشوف أولاده كده أو الطفل نفسه بيشايف نفسه كده بس على الأقل قيمني بشكل منطقة وصحيح وسليم وبشكل فيه احترافية مش اللي هو إيه لا لا أنت شكلك لا لا أصليتها مجريتش كويس ما أكيد التقييم ما بقاش كده وأنته أكيد خبراء في كده يا كابتن علاء مش أنا اللي أقولي التفاصيل أكيد أنت بتحط معايير بتشتغل بيها طبعاً طبعاً كابتن كريم أنا أقول لك جملة واحدة أنا عملت خطاع الناشئين في نادي الزد من سنتين من الاختبارات وأنا باعترف أنا عملت خطاع الناشئين اللي هو النهاردة من أحبن أقوى قطاعات الناشئين في مصر أنا عملت من الاختبارات مش هتحك عليك ممتاز ياريت ومش ده اللي كان بيحصل زمان كابتن علاء من زمان أجيلك دوت مش هو كانت تكشفين والناس اللي بتيجي واللعيب اللي بيجي من كل حتة هم دول أساطير بتاكورها المصرية بقى أيوة واللعيب وبعدين إيه بقى حضرتك أنا بعمل الملعب بلاعب مثلاً الموليد الصغيرة اللي هم بلعبوا ربع ملعب بعمل بقسم ملعب أربع ملعب والل بقعد أولياء الأمور كل وليه أمر كل لعب ليه اتنين أو ثلاثة من وليه أولياء أمور بيخشوا معهم بيتفرجوا عليهم بيبقى فيه النص التاني الولياء الأمر بشايف ابنه أنا بلعب شوت في نص الملعب ده ونص ونص الشوت الولياء الأمر برضو بيبقى شايف ابنه ده معنيه وقدر يخايم ما يحسش إن فيه مجاملة المجموعة ومجاملة تانية خالص خالص واخد بالحضارك وبناخد أنا واخد عدد كبير جدا من الموجودين ونزلين قريدي مع الفرقة الأساسية اللي موجودة عندي وببتدأ قيم فيه لعيبة كويستة ومضوا وطلبنا أوراقهم من أولياء الأمور واخد بالحضارك فأنا بالنسبة لي فيه أنداء بتأيد بالأربعين لعب أنا الماكسما بتاعي اتنين وعشرين خمسة وعشرين لعيد ممتاز فأنا باختار كوالك معين أو نوعية معين من اللاعبين عشان أكبر عدد ممكن تتكلم هل حضرتك بتحض حد أقصى لكل مرحلة عمرية في اليوم يعني في يوم الاختبارات مثلا ولا بتسيب أي عدد لا بتسيب أي عدد أنا أعمل حسابي مثلا الفين مثلا ببتدي بالصغير في 2014 و15 بيقدموا بييجوا النادي من الساعة 8 إلى 10 من حقه هو ياخد استمارهم لها ببتدي أدخلهم أشتغل معهم وبعدين أبتدي من الساعة 10 إلى 11 يبتدي قيد 2012 2013 ويخل أطلع دول ودخل دول وبعد كده 2012 وهم آخر مرحلة من الساعة 11 إلى 12 العدد كام اقفل الساعة 12 العدد دخل كله والله اللي وقعد لغاية لبعض صبح بقى لازم أشوفه وياخد وقته تماما ممتاز اختراب بقى كابتن على المدربين اللي بيختاروا أنا عارف أن أنت بترائب على كل ده وبتشوف كل ده وتبتبع كل ده بس أكيد المدرب ده كمان لازم يكون مؤهل جدا أنه هو يختار المرحلة العمرية دي مش أي مدرب وخلاص أو مش أي اسم لعب كورة أو اسم بيعرف يدرب بس المرحلة العمرية دي ليه عين مختلفة أنا بقول صح ولا أنا فهم غلط بص أنا على خصلك السؤال بصع سؤالك حلو جدا أنا النهاردة حضرتك أنا أثبتك بتقول قطاع نشيب نادي زد عمل قطاع نشيب قوي صح؟ صحية يبقى أنا أكيد عملت بمدربين على مستوى عالي على نبيل ما نجحش الواحد على نبيل نجح بالصف الموجود الصف الموجود مؤهل تماما الصف ده هو اللي وقف على الاختبارات وكل واحد وقف في المرحلة السنية بتاعته عشان عارف فرقته إيه واللي جايله إيه ممتاز تمام فأنا كل استلبيات اللي هاي بتقولها دي حقيقة فعلا أنا شغال عليها ومش عايز وليه الأمر يطلع زعلان لأنه هو بيشوف بعينه المستوى بتاعه وبعد يلي الاختبارات اللي بننجحه معايا وبيروحوا مع الفرقة الرئاسية يعني أسر أنا بقى لحوالي أمر جالي قال لا لا كابتن بصراحة أنا كنت فاكر لا الولد بعيد عن الموجود موجودين وبتنالكوا التوفيق ناس جميلة جدا بس كده وطبعا احنا بالراعي طبعا الظروف في الناس فيش حاجة اسمها استمارة بمية مية وخمسين جنيه وعمل اختبارات الفين وتلاتة والفين واربعة وفيه العيب النهاردة عنده عشرين سنة يجي دي اختبارات يا جماعة حكاية بتحكنات أيوة عشان تا في الغالب بيش هتاخد حد منهم أصلا بقى انت خالص يبقى واضحة جدا ان انت داخل تاخد منهم استماراته بس بقى انت كده وفي ناس بتعمل اختبارات بياخدوا بياخدوا فلوس في الاستمارة وبعد كده اقول لك ايه يا حاملين استماري واللي هيتأيد بيدفع مش عارف كام الف في السنة ستغير وكام الف في السنة كبيرة طب بتاخدوا ليه اصلا وتأمين اختبارات تاخدوا بالناس فلوس ليه ليه لازم بقي فيه مصدقية عند وليه الامر عشان كده فيه ناس بتأثر على الناس الكويسة اللي شغالها بصراحة أيوة أيوة والموضوع محبط كمان جدا انا بقولك احنا نشغالين في الاعلام متأكد انا اشكالي اقول حاجة وتلك ايه تتلاقي عندك بعد تلاف مكالمة متخالي احنا بقى نشغالين في الاعلام كل يوم الاقي حد بقيت المسج انا مني كان بيتضرف في النادي الفنية وبهدلوه النهاردة انا مش عارف كان فيه مجاملة كان فيه واحد جامله مش عارف ايه كمية شكاوى كل موسم بنفس الطريقة كابتل احنا 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 كابتل احنا حطين كاراتين مياه في الملعب عشان الولاد يشربوا حطين كاراتين مياه معدنية عشان الولاد يشربوا ده طفل يا جماعة ده طفل وليه الامر اللي جاي من هنا ومن هنا هو وفلطه وجابين ومكلفين نفسيهم موصلات وجايين ومحيرواحوا تاني يا جماعة لازم نراع الناس دي لازم نراع الظروف في الناس دي ايوة لازم فيها جزء انساني كبير او اكيد جزء رياضي كبير لمستعبه الكرم وليه الامر يا كريم لما يمشي يقول والله احنا كنا عند ناس محترمين دي بالنسبال يتساوي ملايين جناهات صحية صحية عشان حتى لو هوا ماشي محبط النمنو منجحش مسلا في الاختبارات على الآل المعاملة الجيدة تخليه هادي نفسيا طبعا وبنصورهم في البلعب وبننزل الصور على صفحة النادي عشان يولاد يروح يشوف نفسه لا يعني بأمانة يعني احنا ستايل تاني يعني احنا بنشتغل باحترافية وعارفين احنا بنعمل ايه مع مراعات زوف اللاعبين وولا الامور والحاجات كلها كويسة جدا وفي ناس قريدي جابوا اوراقهم وموجودين معانا وحنبتدي الموسم بتاعنا منوحة تمانية وموجودين معانا اضافة كويسة اضافة كويسة وهنعملها تاني في نصف السنة خلي بالا دي حاجة عظيمة ده خبر حلو ده خبر حلو للسادة مشاهدين لعندهم طموح انهم اولادهم يروحوا يختبروا كبير بس يتمنى الناس كلها وكانت جميعا ان شاء الله الخير وشاثين على الموضوع الحلو ده لان فعلا احلى جملة قلت فيه ناس بتقصر فيه ناس شغالة فيه ناس شغالة فيه ناس بتقصر عن ناس شغالة صح صحيح كابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي زاد انا بشكر حاجة شكرا جزيلا وبحقيق كمان على الاداء المحترم يعني قطاعات الناشئين تحديدا يعني طيب دي حكاية حكاية قطاعات الناشئين عايز بس الاول اعرض لكم الاستمارات بكام وكمان اعرض لكم التواريخ والمدة والتفاصيل وتعالوا نشوف هاولو كل حاجة كل حاجة يلا يلا بنا هتقلنا يا جماعة الاقتبارات على طول بص النادي الاهلي سعر الاستمارة فيه 100 جنيه ايام الاقتبارات كالتالي موليد 2016 2017 2018 يوم السبت 17 يونيو يعني ده خلص الحاجات اللي بدأت يعني موليد 2013 2014 2015 كان يوم الحد 18 يونيو موليد 2010 2011 2012 لتنين 19 يونيو موليد 2007 2008 2009 السلساء 20 يونيو نادي الزمالك بالمحفظات يعني سعر الاستمارة 100 جنيه كان دوميات 13 14 يونيو ده أهليها 13 يونيو الغربية 16 ل23 يونيو أو 16 و23 يونيو لحد 7 يونيو المنوفية 16 يونيو الشرقية 17 يونيو وضميات كان 18 يونيو في النادي الاتحاد سعر الاستمارة 100 جنيه وهم دلوقتي اللي فضل لهم موليد 2010 2011 2012 لتنين من 19 لتنين وعشرين يونيو وموليد 2007 2008 2009 لاربعاء من 21 لاربعة وعشرين يونيو نادي نادي تلاعي الجيش سعر الاستمارة 100 جنيه موليد 2013 2014 من 12 لـ 21 يونيو همش فاهم جماعة الرقم ده ماشي من 21 يونيو لتسعة يوليو موليد 2011 2012 22 يونيو لعشرة يوليو موليد 2009 2010 من 25 يونيو لـ 12 يوليو موليد 2003 2005 2007 2008 من 19 لـ 26 يونيو 13 يوليو بس بحاول اجيب لكم معظم الانداية اللي عندها اختبارات وفي كسير من الانداية عندها اختبارات نادي الإسماعيلي سعر الاستمارة في 150 جنيه كل الفئات العمرية منذ بداية يونيو حتى نهاية الشهر هم مفتحين من بداية الشهر لحد نهايته نادي غز المحلة سعر الاستمارة 50 جنيه برضو كل الفئات العمرية بتبدأ من يوم 3 يونيو حتى 22 يونيو 9 من 3 إلى 26 يونيو موليد 2010 2016 من 4 إلى 25 يونيو نادي زاد كل الفئات العمرية من 4 إلى 26 يونيو وكان الكابتن على نبيل قال كمان نهيب فيه في منتصف العام اختبارات اخرى ومجاني طبعا ما فيش مقابل زي ما كابتن على قال ما فيش سعر الاستمارة نادي ام بسعر الاستمارة 100 جنيه في دميات من 2 ل 5 يونيو دي خلصت الجيزة 2 يونيو خلصت البحيرة 5 يونيو خلصت الشرائية من 3 إلى 5 إلى 9 يونيو خلصت المنوفية 8 يونيو خلصت نادي ام بيخلص حكايته نادي ودي ديجلة برضو سعر الاستمارة مجانا اسماعال لايا كان في 30 و 31 مايو والاسكندرية من 3 إلى 4 يونيو والكاهرة 10 إلى 11 يونيو وبرضو ودي ديجلة قف الأوراق نادي بيتروجيت سعر الاستمارة 50 جنيه مرحلة الأولى من 3 إلى 6 يونيو خلصت برضو مرحلة تانية من 2 إلى 8 إلى 9 إلى 10 إلى 11 يونيو خلصت وبرضو الباقي خلص ونستكفي بهذه الأندية ده بالنسبة لاختبارات النشيئين وزي ما قلت لكم أهم حاجة في الموضوع دو الضمير الضمير في حكاية في حكاية تانية بقى في حكاية تانية بقى حلوة حكاية حلوة أوي في كلام كبير جدا وكثيرا يتردد خلال الأيام القليلة الماضية ومستمرة حتى الآن طبعا إن النادي الأهلي هيبقى متواجد في لعبة فيفا 2024 اللي هي ممفروض خلال أيام يعني تطرح في الأسوات أنتوا فاهمين وبيتقاتوا تعرفوا دلوقتي إنه لعبة فيفا بيتأهم لعبة في العالم حاليا لعبة فيديو جيم لعبة بلاي ستيشن ناس بتحب الفيفا يعني فاهمين يعني إيه فيفا وقد ديه بقى لها التحاد دلوقتي التحاد الدولي للألعاب الأكتوري وكان من كام سنة على ما أتذكر كان أحمد الشيخ وأحمد حسن هو كان المفروض يمثله مصر في لعبة الفيفا على مستوى للتحاد الدول في الموضوع الكبير ففي كلام كتير إن الأهلي هيتواجد لسه ما فيش حاجة رسمية 100% في كلام كتير إن الأهلي هيتواجد في اللعبة في النسخة القادمة نسخة 2024 طيب إنت هتجي تقول ليه أحمد كريم يعني جاءت تكلمنا على لعبة وبتاع وبلاي ستيشن الأهلي في اللعبة هيضمن له مداخيل عديدة جدا عديدة جدا استغلال الاسم استغلال اللوجو استغلال أسماء اللعبين كل دي ملايين هتخش الأهلي ملايين هتخش الأهلي ده حسب فهمي وحسب معرفتي حسب فهمي وحسب معرفتي غير بال انت الشارب بتاع أسماء اللعبين انت بتعرف اللي ستبتع فيه فإعني انت بتعرف أسماء اللعبين في فرق كثيرة في العالم من اللعبة الشباب دلوقتي الأطفال الآن فاهمين الكلام ده كويس طيب تعالي فهم أكتر عشان برضو بقولك على ضوء فهمي السطح للموضوع ضوء حب للعبة يعني قصة عشان بلعبها ففاهم سطحيا ايه اللي بيحصل فيها لكن أكيد فيه تفاصيل من جوة يفهمها أكتر ويعرفان أكتر وشرحان أكتر الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية يا فندم شرفنا ومنورنا أهلا بيك أهلا بالأطفال أنا سمعنا خلال الأيام القليلة الماضية أن النادي الأهلي وارد أنه يبقى موجود في لعبة ففا 2024 هل ده حقيقي هل ده صحيح أصلا كمعلومة ولو حقيقي ايه اللي نكسبه من ده يعني ايه نكسبه في الرياضة المصرية أو حتى على مستوى النادي الأهلي إيه اللي هيكسبه النادي الأهلي من تواجده في لعبة ففا 24 أولا في لعبة اسمها ففا 24 حلو قفلتها لأن العقد اللي بين شركي كي ايه تمثال في لعبة الففا مع الاتحاد الدولي لكورت القدم بنتصريح منه سنة 23 السنة ده أخر نصف أوكي 24 اللعبة ستسمى اسم تاني بشاتبه هي المختلفة كورت القدم مع الففا بحادة كورت الدولي هيبقى أعتقد بي إيه وفي سين فوتبول كلب تماما فمتوقع طبعا أن النادي الأهلي الشركة عشان تعمل انتشار وتعاون آآ بالاحتكار اللي كانت فيه باسم الفيفا ومنتخابات الدول والشرفاتها والعيدة إنها تعمل تعاقدات في كل أنحاء العالم وخصوصا في الأداء الجمهورية كبيرة مثل النادي الأهلي الموجود في كل الإحصائيات الدولية فهذا طبعا وقلد هم مش حيبين عن النادي الأهلي وشعبيته فممكن فعلا هتعرضوا مع النادي الأهلي على حقوق اللي يبقى موجود في اللعبة الجديدة اللي يبقى أي اسمها أي اسم إحنا كان مرتبنين بطورة القدم برياضات الإلكترونية عموما ومنتظرين الشكل الجديد والاتساء الجديد والتيفا هي عملية لعبات طورة القدم لعما هم في لعبتين كبار كانت لعبة كيفا وكانت لعبة كيف فوتبول اللي كانت قبل كده اسمها بيف إحنا بمستنى النتيجة لكن مين يقدر يقول الكلام ده هم طرفين بنادي الأهلي نفسه وشركة اي 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 وسبب أن الأخبار كلها جاية تسريبات تكاغنات بالضبط تقارير صحقية يعني هل بدأ الوصبر يمشي بتسلسل من تسريبات لتكاغنات لتقارير صحقية لنه أعتقد يعني في الاستنتاجي أن الموضوع مازال في طول الدراسة والتدارات القدمية سواء في المدين الأهلي أو في الشركة اللي هتاخد الحروف بيتراجع ولما هتراجع هتعلم بالعكس ما هيعملوا دعاية عشان يكسبوا أكبر عدد ممكن من اللاعبين اللي بدعبوا اللعبة على جد البليستيشن الموبايل وما إلى زي طيب أنا قلت في المقدمة إنه فضل ده يا فندم بصدد أنه مفروض الأهلي قدامه يكسب كثير من الأمور المالية أنا فاهم صحة ولا فاهم غلط أه طبعا ده انتشار جديد للمدين الأهلي وستمر اسمه وشعبيته وجماليته وكل دول العالم لأن في ناس هتحب تلعب بإسم الأهلي هتحب تلعب بتشاركات الأهلي بأسماء لعبة المدين الأهلي فكل دي حقوق وده بيكون مؤخر الموضوع في اتنتاجاتنا كلنا ده انتفاقيات دجارية في الآخر انتفاقيات دجارية توصل لملايين الدولارات ولا دي أرقام ضخمة مبلغ فيها على حسب بقى الاستخدامات وعلى حسب بالشتارة التطاوض وعلى توقعات اللعبة بالشركة اللي بتمتلك اللعبة بالشركة من وجود اسم الزي اسم النادي الأهلي ومدى الجبال عليه لأن ده بيانتب عنده إعلانات ومثلات ومثلات فكل دولت طبعاً فلوس عائدات طيب السؤال الجاي برضو بعد ما انتشر كثيراً أو التسريبات اللي حالاك كلمت عنا فيما يخص النادي الأهلي ظهرت النهاردة ومبارح تسريبات أخرى بتقول لا ده الدول المصري كله هيبقى موجود في اللعبة السنة الجاية هل الدول المصري وارد أنه يبقى موجود بالكامل فضل ده بقى هنا احد الكورة كل الشركة صاحبة الحموط هي الوحيد اللي تقدر تتطاعد على لبود الدول المصري لكن طبعاً لا أقدر أقولي أن دول الشركة القدم الإلكترونية إن شاء الله موظومة يعني تم الوافقة الدكتور أشرت صبحي الوافق وحصل اجتماعات وتكتبات ومشنا برضو بالطبع الإعلام الدهائي بعد مرجعة الانتظامات السراطين اللي هيبقى فيه زوري وكاس وصوبر لكورة القدم الإلكترونية ممتاز ممتاز فده يخلينا مع الدول اللي نحن متقدمين جداً نحن الرياضات الإلكترونية والإنعاب الإلكترونية لا في منزلة عالمية كبيرة أكبر عدد في دول الشركة القدمة حوالي 38% من اللي بمعهم الرياضات الإلكترونية مصريين أنا فاكر كان ملحوظ جداً في كل وسائل الإعلام أن من يونيدي الضغط مصر تأجلت لكل اللعدات الإلكترونية اللي في سنة العالم اللي بنظامه الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رومانية تنة العشرين ومن بينهم لاجت الإي فوتبول عن فكرة ممتاز في ناس وقت تتفرج علينا يا فندم وأنا عشان كده تعمدت أن أعمل الفقرة دي النهاردة أو أتكلم عن هذا الأمر تتصوى أن الموضوع صغير أو بسيط يا عم إحنا عندنا مشاكل كبيرة في الكورة وعندنا حكايات وعندنا أنت جايب لي برضو الجيمز وبتاعه وحاجات فكي الموضوع بسيط ممكن حالك تشتح أكتر أهمية الموضوع ده فريق أديه في العالم دلوقتي إيه المكاسب الكبيرة اللي ممكن تخش الدول بسبب هاجل الألعاب الإلكترونية رياضات الإلكترونية هي تحول طبيعي لشكل الرياضة بعد سيطرة الاتصالات والمعلمات وشبكات الإنترنت زي ما بنتكلم على التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية أعمال الإلكترونية طبيعي بقى في حاجة مع رياضة الإلكترونية رياضات الإلكترونية والصداعة بتاعتها في العالم تخطط كل أنواع الترفيه كمان يعني عدت 200 مليار دولار بقى فيه اتحادات لذي لبيت دول العالم بصلت لحوالي 110 دولة على دول اتحادات إحنا في مصر سابقين يمكن ما هو بديد من 2003 ما كانش أحد يعرف كيف عن الاتحاد بحكم أن الموضوع ما كانش ممتشر إلا في آخر 84 سنوات إحنا أكبر دولة في المنطقة في البطولات وعدل اللعبين بنتصود لنفسنا أبطال أفريقيا اللي ناخد ناخد نفس العالم اللي جاي مثلا المقاشر اللي أنا بعتمد عليه السبع العدات اللي اتحاد الدولي حددهم مصر دخل في السبع العدات عظيم هل هي بتقدم لقدولهم يقولوننا تعالوا لا طبعا ده لازم اتباطات بالموافقات من الشركات زي ما أكلمنا على إيه إيه تحوي في اللعبة اللي جي تتعقد مع عزيز الأهلي محدش ما يعرف يعمل بتقدم في اللعبة دي إنما الشركة توافق صحيح والكلام ده بيستمر بالمترخيص صحيح والترخيص زي بيبقى ليها رسوم مزمو كل دي عهدات صحيح هتخيل بالسبع العدات مدفعناش كنا نازم ناخد المصر لأن الاتحاد الدولي متنفي مع الشركات السبعة على أن الاتحاد المصري للبياضات الإلكترونية بيجعب التقصيات في مصر عشان يختار أحسن معلمين نأهلهم لكاتر العالم والله أستاذ شريف أنا عايز أقول لك حاجة أستاذ شريف يعني إحنا لازم يبقى لينا لقاء في هذا الأمر ونتحدث كثيرا في مثل هذه الأمور عشان موضوع فعلا كبير جدا مش موضوع صغير أبدا وبالتأكيد كرياضة مصرية كمجتمع مصري كبلد نفسها أكيد نستفيد من ده لو اتطورنا كمان وكويس نحن لك كمان قلت لي إن احنا وقفين في منطقة جيدة جدا في هذا الأمر الأستاذ شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية بشكرا شكرا جزيلا نحن لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هشرفني ونوارني ضفنا الكبير الكابتن حمادة صدقي مدر منتخبنا الوطني الأسبق خليكم معنا واحد من الديوف العزاء جدا يعني لم يكن يعني أكثرهم معزة إلى قلبي الكابتن الكبير كابتن حمادة صدقي مدر منتخبنا الوطني قال أسبق دفي في هذه الفقرة كابتن حمادة من نور الدنيا الله يخليك كريم ربنا يخليك وربنا يوفقك وبرنامك بتاع الجميل متشاف في شكل حلو يا ربي يخليها كابتن حمادة أنت أمورك كويسة الحمد لله أنا عايز أقولك حياة في الأول خالص قبل من نفتح في كل الحوارات أنت وحشنا وحشنا في الملعب وحشنا نشوفك وحشنا نشوف شغلك العظيم وحشنا نشوف اللمساتك اللي كانت عظيمة وكويسة مع كل الناس اشتغلت معهم ليه بعيد قريب إن شاء الله ربنا يجيب الخير إن شاء الله بداية الموسم إن شاء الله يعني الغد الوقت في كلام بس لسه يعني إن شاء الله خير بإذن الله بس هترجع أنا عايز أرجع أو قدست أقولك طبعا عايز أرجع أنت عايز ترجع عشان بس هفهم إن الأجازة مش من عندك الأجازة تولت شوية وإن شاء الله هارجع بإسم الله ترجع إن شاء الله عظيم جدا دي أحلى خبر سمعنا دلوقتي أو في البداية هبدأ معك بالكابتن كبير كابتن حسن شاعات اللي بنقوله كلنا كل سنة وحضر لك طيب كل سنة وطيب طبعا كل سنة وطيبة كابتن حسن ودايما يا رب بسحة وخير واحد من أهم اللي لم يكن أهم من المداربين المصريين اللي جنب أخي الكبير كابتن حسن وأمتع شغلي كان معا كابتن حسن فيها كل حاجة حلوة فيها انتصارات وفيها كل حاجة فأنا كلمت النهاردة بس ما ردش كان نايم حلوة فرصة نورها على الهواء ونوصل على له كمان كل سنة وطيب طبعا ونتقابل قريب يعني أكتر من واحد كلمني النهاردة أس دايما كل سنة بنعمل تجمع في عيد ميلاده ولكن حالي بتجمع على طول كل شهر طبعا فأي من شوقي صديق اي من جم الناس كتير هكلموني اللي احنا نعمل تجمع الاسبوع ده عشان الكابتن حسن اخدوني معاكو كابتن احمد نجي تيجي معاكو تيجي معاكو اخدوني كده ايه عن جنب كده لا حبيب هوف على جنب كده هوف على جنب وحشنا الكابتن حسن آه طبعا كلنا كلنا هو ميزة الكابتن حسن اللي انا كنت لسه بقوله باللوقتي ده انه صرته طيبة فيه مداربين كبار وعظام مروا على مصر بس هو صيرة طيبة صيرة طيبة على المستوى الشخصي وبالتأكيد على المستوى الميزة حاجة من عند ربنا الناس كلها بتحبه جميل كابتن حسن كابتن حسن ايه موقف عظيم تفتكر لكابتن حسن فرصة ان احنا نقول كده واحنا بنقوله كل سنة وانت طيب لا يعني موقف كتيرة كابتن حسن بس هذا موقف ما تنسهلوش حتى على المستوى الصداقة يعني بالنسبة لها حاجة شخصية يعني كان عندنا مباراة بين الأهل والمينيا في تكريم والدة الله يرحمه كان مدير الكورة هناك وتوفى في حدثة بتاع فأنا فكرت أنا وأصدقائي يعني مين النجم اللي نجيبه سنة 83 الكلام ده كان كابتن حسن شحات معلم قلنا كابتن حسن روحت روحت له البيت في العجوزة البيت القديم ما فكرش قال لي جايلك على طول طبعا جيوا قاعد معنا يومين في المينيا لا وكتابت مين دي كابتن حسن شحات يعني نجم من كرة المصرية فده يمكن ده أول نقف لكن أنا طبعا صدقت بكابتن حسن من قبل كده كمان ولكن دم الموقف الواحد يعني افتكره له كبداية في التعارف مع بعض يعني في المنتخرة كابتن حمده كان هو الراجل الديكتاتور او راجل العصبي او راجل اللي بيزعل الناس بيشتغل معاه ابدا مسته كان طبعا اللعيبة بتخاف منه وبتحبه طبعا دي معادلة صعبة جدا مع كم من النجوم الموجودين في التزام كويس جدا من اللعيبة حبا في الكابتن حسن وقيمة الكابتن حسن دي كانت مهمة جدا يعني كرجل ديمقراطي بشكل كبير ديمقراطي عشان هو عنده صخة في نفسه صح لو عنده صخة في نفسه بتلاقيه ديكتاتور هيلم اللي حواليه طبعا لكن صخة في نفسه معاه كابتن شوقي غريب معاه جايز فني تيج معاه أحمد سلمان يعني اسماء كبيرة اه اسماء كبيرة اللي هو لو انا مش وصلك من نفسي هقلة من كل واحد فيهم لكن الصخة اللي عنده كان يدي كل واحد مساحته كان ديمقراطي في شغله في كل حاجة في اختيرات لعيبة في التدريب نفسه وحدات التدريب والشغل كان بنقعد نعمل ورشة عمل اه انا هو كابتن شوقي وحمد سلمان وكابتن حسن فابقوا بنقعد نتكلم في كل حاجة اه انا عارف مداربين كتير شفتوهم بيشتغلوا المساعدين معهم اللي شلوا الكنزات والقمصان والحاجات اه هو صاحب القرار طبعا كابتن حسن صاحب القرار طبعا طبعا احنا استشارين بس استشارين موثوق فيهم مؤثرين مؤثرين وبياخد برأينا وكتير جدا كان بياخد رأي كابتن شوقي في حاجات كتير جدا كان فيه يعني حاجة حمد ليه كلمة قالها اه خد بيها اه لكن القرار في الاخر بتاع كابتن حصل جي مرة مثلا انت كنت ليك رأي في حاجة مثلا وقال لك لا انا الرأي ده مش هاخد به فقال لك تعال لك كابتن حمد يعني على جنب بقى اللي هو لا مش على جنب كنا بنقعد نتكلم قدام بقى لا انا حصل بعد ما قال لك مثلا لأ يعني ورغب ان هو شايفك مقتنع جدا بالفكرة بس قال لك لا انا همشي بالفكرة بتاعتي جاء لك والله يعني الظروف ولا مقدر اللي انت قلت ولا متفاهم موضعي زي بيقوله المدير الشاطر بص يعني مثلا لا برضو مش مش على جنب قدام يعني في القعدة وكلها بتبقى فيه اختلاف على مثلا على العيب مثلا مركز مركز سنع رأيي كذا وشوقي يا معايا حسب رؤية شوقي بالظلط كده ليه ويعود يشرح واللي طب يشرح انت حمال انت حاطت ده لي مثلا فبيدين فرصة تكلم ممكن يقتنع بي بكلامي ممكن لا وفي الاخر بنخرج احنا متفقين عن مكاننا برغم اختلافي برغم اختلافي شوقي لكن كابتن حسن اقنعنا بالفكرة دي وحتى لو ما اقنعناش بس احنا كل واحد فينا عرض فكرته هو المسؤول في الزبط لا واحنا بنوافق يعني بتبقى حاجات صغيرة قوي مش كبيرة يعني مفيش حاجة جوهرية نقول لا ده كان لازم ياخد لا حاجات يعني من كتر الشغل مع بعض احنا سبع سنين مع بعض فخلاص بنينفهم بعض في لعيب زعل منه قبل كده وهي قالك كابتن حمادة والله اللعيب ده زعل مني وانا فعلا دست شوية مكنش لا يعني انسانيا يعني لا طبيعي جدا في لعبك تزعل طبيعي جدا اللعيب المبقاش لا احساسه هو بس ان هو جاء على حد لا 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 خالص خالص عمره ما عمل حاجة يعني قصدها ولا حاجة بتبقى حاجة عفوية وحاجة طبيعية يعني اللعيبة كلها عمره ما تتفق معاك يعني لازم في لعيبة زعلانة بالذات منطقة في مصر انت جايب نجوم كلهم نجوم يعني بتجيب مثلا 25 اللعيب معاك في المصر 25 نجم انت مش جايب مثلا 3-4 نجوم وبتسكن لا انت جايب 25 نجم معاك واسماء تقيلة بتقعد معاك برا اسماء تقيلة اه في ناس بتزعل احمد حسن مرة زعل عادي لكن طبعا الحضري اكيد زعل الحضري مرة زعل طبيعي طبيعي يعني ده طبيعي لكن كلهم بيحبوه يعني اه بيزعلو ولكن بيحبوه كابتن حسن بشكل كبير جدا يعني طيب في مرة مثلا كنت عادين مع بعض قريب يعني قريب انا عايف ان اعدادكو دورية يعني بعض زي ما حاجة كنت بتقول قالك انا وحشني الملعب هل هو يعني ازا بيقولو كده زهد الملعب خلاص ولا الناس اللي بتبقى ليجلها في الملعب طول الوقت وعندها انجازات سواء لاعب او مدرب بيبقى عندهم طول الوقت اشتياق للملعب يعني بالأمين عمرين اما تكلمت في النقطة دي خالص خالص يعني عمرين اما مثلا نتكلم الكابتن يقولي ان انا نفس ارجع لا ما اتكلماش في الموضوع دو خالص وده خراره هو طبعا ممكن يكون في عروض بتيجي الكابتن لكن ده خراره هو ان هو يرجع الملعب ولا ميرجعش ممكن اهاتة التحليل كان نجم بسم الله ما شاء الله في كاس العالم في قطر طبعا كان مشرفنا كلنا وكان حاجة جميلة يعني طبعا ممكن هو ممكن ان الكابتن يبقى حابب بس حابب بشكل معين يعني يعني مش اي حاجة اه اه يعني ممكن يبقى حابب يرجع افنت حلو احدث كبير ممكن يا تصل على التحليل اه كرجل اه بيتكلم لكن التدريب هو قفل أخار ما عرفش ما دعرفش ما كلمتوش ما كلماش في النقطة دي ما تقعب مع بعض كتير ويكلم في حاجات كتير جدا يمكن كلامنا ببرة كرة خالص دلوقتي خالص برة كرة تماما يعني طيب كل السلامة والكابتن حسن الشحاته بصحة وسلامة وربنا يا ربي اديله كل الصحة شكرا والعافية ان شاء الله يفضل وسطينا واحد من اهم الاسماء التاريخية في تاريخ الكرة المصرية واحد من الاسماء الكبيرة زي ما يقول دا الايكونز في تاريخ مصر كلها كملد يعني كابتن حسن الشحاته حاجة محترمة جدا يعني النادي الاهلي اول حاجة حكيلي مشاعرك الشخصية وانت تشاهد قبل ما نتكلم فنية وانت تشاهد المباراة النهائية ما نتكلم على المباراة النهائية الاولى والتانية طبا لا هكلمك الاول على التانية المشاعر لا من التانية يعني فرحان قوي وبعكده جالي صدمة الهدف اللي جيه بتاع الوداد يعني مش اتشائمت قلت خلاص والمطش هناك ملعب صعب كمان واحنا نهائين مع الوداد والوداد بيكسبك وراكب عليك في الحتة دي الملعب صعب بصعوبة المطش تقيل يعني من اصعب البطولات اللي خدر النادي الاهلي على مدار تريهه البطولة دي مطبط كتير عدة فيها بشكل يعني عمر النادي الاهلي ما كان مستنى ان تكتل غير بالزبط كده ضيع ضرب الجزاء في ساندونز هنا كانت ممكن ولكن ضرب الجزاء قطر الطهر في مطش ساندونز والهلال ايه اللي ركبت النادي الاهلي وخلته يعدي يعني الاهلي مرضى اللي انت حسيت الاهلي ياخد بطولة؟ لما قطر الطهر ضيع الاهلي لو عده خلاص وكده الاهلي شكله اتغير بعد مطش 5-16 اتغير بشكل كبير جدا كولر تحس اللي هو ابتدى يفهم افريقيا ابتدى يعرف قدرات لعبته يبقى وقية اكثر ابتدى يعمل تشكيل سابت مناسب ابتدى يشتغل بيك شوية اللعيبة ابتدت يعني فيه اللعيبة كتيرة جدا يعني شوفنا حسين الشيحات مع كولر حاجة تانى بيرستاو مع كولر حاجة تانى توظيف اللعيبة محمد هاني مروان عطية اختيار جايب جدا وغير مروانة على الاتحاد انا كان شاط كان حاجة جميلة جدا ولكن توظيفه داخل ملعب تكتك رائع جدا من كولر حمد فتحي السلية يعني فيه تشكيلة بشكل جاد جدا وتحركات فيها مروانة بشكل كبير جدا بنشوفها من اداء النادي فالبطولة كانت صعبة صعبة جدا فده شعوري طبعا المطشق انا كنت كان عندي يعني بعض التخوفات من ملعب الوداد جيه هدف برضو هناك كرة سابتة المطشق المقفول مطشق فنين مش عالي مطشق مقفول مفيش فرص خالص موجودة فيه ولا للأهل ولا للوداد كانت فيه كرة سابتة اللي اتنين كرتين سابتين الهدف بتاع الوداد ايه بتاع الوداد عطيقة الله وكرة السابتة بتاعت معلول ومحمد عبد المنعم مكانش يجوان هتيجي كده بس الكرة جت الفوز جيه للأقصر جدية في الموسم كله يعني ده انت بتحصد موسم كامل صح ما بتحصدش المباراة دي بس صح ممكن كان الحظ يخونك ولكن التوفيق جي للنادي الاهلي نادي الاهلي بعد مطشستانداونز قلت عمل مطشاط واداء رائع ونتايع محليا وافريقيا بالظبط كده يعني ما بيقعش هنا ويشتغل هنا صح ماشي بشكل كويس جدا طبعا لحاجات كتيرة الارض خاصة فيها كل عامل النجاح عامل النجاح موجودة من لعيبة كوالتي عالي جدا جدا ادارة تشتغل بشكل كويس جدا استقرار فني موجود من كولر والجهاز الفني اللي معاه جمهور واقف في ظهر النادي بشكل قوي جدا يعني العامل النجاح كلها موجودة اولى حاجة حاجة انا كنت موجود واللعيبة لازم بكلم عن اللعيبة طبعا طبعا كل حاجة موجودة يسايا عندك اللعيبة الثقافة بتاعته متغيرت يعني انت معندك لعيبة كلها ثقافة عالية جدا احتراف التزام بره وجوه الملعب ده بيفرق كتير جدا مع الفريق يعني ده النجاح كله موجود بسبب الحاجات دي كلها فده النادي الاهلي في المباراة دي تحديدا المباراة الاولى والتاني لو اعتبرناهم ان هي مباراة واحدة او 180 ديها للفوز بالبطولة مين اللعبين اللي لفضوا نظرك او مين اللعبين اللي قلت انه هم دول اللي شالوا لواء هذه البطولة اه مين انت كنت معجب بيهم وكلهم كانوا رجالة وهيلين كولر اه كولر اه طبعا كانتوا معجب بيه في ادارته الاولى ولا التانية بذات المباراة تانية اه فيه التوقيتات بالتالتغيرات كانت جيدة ما تخضيتش لما لقيت حسين الشاحات وما هو اعطيه خارجين لا ما تخضيتش يعني ما قلتش ازاي دوله لا 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 من ابرز النجوم للفريق بص ابرز واحد يمكن كان حسين الشاحات مم ولكن حسين الشاحات ابتدأ فيه عصبية زيادة عن لزوم والمفروض كانوا يطرد في المباراة دي مم ليفش حاجة تشد يعني لأ تطير دعوة تشد الحاجة طبعا طبعا فده كان لازم يتغير كان لازم يعني خرج بره مع انه كان هو الحلول الفردية موجودة عنده انت عالف هو خارج كان متنرفز جدا اه ما عافش الكاميرا جابته احنا يعني كنت موجود في ملعب المباراة كان متنرفز اه شاط ومتنرفز جدا مش متنرفز من تغييره متنرفز من الوضع من الوضع برستاو وعمله حسين الشحان صحيح وده حلول موجودة لازم تبقى فيه كوالة لعيبة عندك في الملعب هي تحللك المواقف اللي فيها ضغط فيها كتلات بتاع مش هتتتحلق غير كده صحيح انت الماتش التاني برضو انت بتايت ما لقيتش برضو حلول بتايت تشتغله كورة طويلة او كورة البينية ما جابتش برضو اللي جابه كورة السابتة صحيح فكلعيب عجبني يعني يعني مقدرش اصلم اصلم الفريق بتاع النادي الاهلي النادي الاهلي كله كله كلعيبة قدوا بشكل جايد جدا يعني من مصطفى شبير لما لقى المباررة الاولى طبعا ربنا وفقه باسمنا وان شاء الله جون حارس جايد جدا اه الناس كتير هكت خايفة ولكن مصطفى اثبت كنتركز قوي اعطاك انت كمان كنت خايف قلتش الآن اصدى محمد شناوي مش موجود لا اصدر عارف مصطفى كويس اعرف مصطفى اعرف شخصيا يعني طبعا اعرفه كمهاء يعني حارس جايد ولكن السمات الشخصية بتاعته اللى تقدر توقفه فى مطش النهائى ميتهزش انا عارفه كويس عارف شخصيته اللى هو مصطفى من صغره قائد من صغره عنده صخف نفسه يعني يعرف واقف صح يعني ما فيش حاجه تهزه يعني كلام بتاع لا مصطفى خالص فده كان اختيار طبعا جايد من الجهاز الفني لتعويض محمد الشناوي صحيح فده حاجه طبعا نجاح مش هالكورتين كنت خرجت بره بطوله محمد عبد المنعم طبعا مش هالكشان الهدف من احسن مساكين ممكن فى مصر وافريقيا وابتدى ينضج طبعا فيه اخطاء صغيرة اخطاء بره الملعب اللى هي اللى انت بتتنفذ قوي كتير مهم مجدود كان عنده صخة زيادة قوي فى كور بتاعه بتدى يصلح ما الحاجات دى الحاجات دى مع الوقت خبرة خبرة فهو ابتدى ينضج بشكل كبير جدا مع الامكانات العالية اللى عنده فى الكور السابتة بيطلع بها بشكل كويس عنده القوة والسرع ويعني عنده بناء الهجمة من تحت كورته كويسة هاني تدى رجع مع كولر بشكل تانى برضو بيرستاو بيرستاو اتغير بيرستاو انا كنت اقربت اشوك فى الاصابات بتاعت زمانه والمستوى السيء سيء انا هقوله بشكل واضع مش هكسب الراجل باكوالي تلوقتي لعب اوروبي يعني عند الحلول الهجومية عندي بيرستاو وعندي حسين الشحات واكتر عندي بيرستاو اللى هو بيسجل وبيصنع اهداف حسين الشحات راجع برضو مع كولر بشكل مختلف يعني ينطج بقى ويقف عالكورة وحلل الفردي واخد دخوله داخل الملعب وبرى الملعب ويكمل راس حربة تانى عاوضة كهربا اه لسه ولا كهربا لا كهربا راجع مليش دعو بالمشاكل طبعا مليش دعو بالملعب كهربا بيقدي بشكل كويس جدا كهربا مش راس حربة تسعة كهربا راس حربة المتحرك اللى بيشتغل في المساحيات زى محمد شريف بيسجل كل مطش بيصنع كل مطش يعني حاجة رائعة طبعا من كهربا عاوضته بعد فترة اللي خاف في الحاجات دى بيقدي بشكل كويس ومع كولر دا ارجع دا الكلام دا كله ريالاز ما اديله حقه المدرب المدرب هو اللي بيفوء اللعيب قابل ما اروح لفاصل عايز عليك سؤال وهاختر السيغة بتاعت السؤال مين اللي اداءه فنيا في الملعب كان بيعجبك اكتر مارس الكولر ولا بيتسمو سمع مش قولك مين الافضل الاتنين نجحقين مع النادي الاهلي بس مين الاداء مع النادي الاهلي كان افضل من وجهة نظرك اه 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 بتاعلي كولر مطشطه اكتر كويسة اللي فيها سبات اكتر اللي فيها اه طبعا اه موسيماني عمل بعض المطشط اه طبعا اه بحس اللي هو في مطشط الكبير اوي بيبقى ليه تواجد صحيح في مطشط اه في الدورة بتاع محس اللي هو مش مركز مهم فالمستوى عنده فيه تزبزب كبير لكن اه كله يمكن بدأ شوية متزبزب لعدم خبرته باللعيبة عدم خبرته بالدور المصري عدم خبرته بالدور الافريقي وليسه بيحط افكاره كمان اه فابتدى اه يمكن اخر شوية فيه اه سبات التشكيل اه فخدت منه وقت شوية عطلته شوية بس الظروف خدمته اه يعني كانوا ممكن تقرج من دور المجموعات بقى انت اه خلاص او ازاي ده فاشل و ازاي مش ناجح افضل لكن هو اه لأ عنده خبرات كويسة جدا اه استوعب الموضوع يمكن خد وقت مش وقت جابد اه ولكن يعني فيه ناس فيه مداربين تلقط بسرعة اه تشتغل بسرعة وتلاقي يعرف اه وفيه وقت طول جدا لأه وقت الوسط اه وقدر يمشي والمستوى ابتدى يبقى فيه ثبات في المستوى صح فده مدارب كويس اه اصعب حاجة في كرة الخدم السبات صح صعب يعني دي كلمة ممكن خدناها بمحاضرات برة مثلا ازاي تحاول تثبت بيفيه عندك ثبات بدني وفني فترة طويلة ايوه انت مستحيلي بقى الثبات الى مالة نهاية مستحيح لا لكن ازاي تثبت طويل الفترة دي فده اصعب حاجة في كرة الخدم صحيح لانا فرقتي تبقى ثبت وكولر بيعمل موجود عندك كولر شفناها خد فترة طويلة جدا فيه ثبات صحيح فيه منستوى صحيح هزا الحوار الممتع كالعادة مع الكابتن الخير كابتن حمادة صدقي بعد الفاصل نواصل خليكم معا موسيقى 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 يا عرب حضراتكم مرة أخرى سمشرفني ومناورني الكابتن الكبير كابتن حمادة صدقي كابتن حمادة النهاردة كنت بقول الأخبار وتأكيد بتسمع عنها طول الوقت إنه حمد فتحي وارد إنه يمشي من الأهلي وارد إنه حسين يمشي وارد إنه الشناوي حتى اللوقتي النهاردة قلت خبر مهم جدا إنه حسين عنده برضه عرض فيه السعودية والأرقام كبيرة حتى أنا بقول الأرقام أنا عايز أقول إيه قصيغة كده نلاقي دي لازم تكمل معنا دي الأهلي واللعبة دي الأهلي الدهة كتب طبعا دي مش حاجات تناها بيع بس برضو الأرقام بقت مختلفة تماما أنت لو بتتكلم هنا من 12 إلى 15 مليون ممكن تاخد هناك من 120 و 140 مليون جنيه بالمصر يعني إزاي يحصل تعامل مع اللعبين ومع الأندية في الظروف السعودية أنا بشفك على الأندية ومشفك أيضا على اللعبين هو لازم يختار بص الاحترافية وبينة أوي في النادي الأهلي ولازم التعامل بقى كده نخرج العاطفة بره الحزبة النادي الأهلي من الكلام على الحمد فاتح هل عندي اللي أنا عوض عندي عندي دلوقتي يعني عندي مش أقولك يعني قوي ولكن عندك ممكن من الناشئين عندك المجموعة في المكان ده الرقم جيد لازم يمشي وكده الأهلي يفكر كده لكن ما بقاش عندي احتياج قوي جدا للعيب وما عنديش غيره وعقده لسه سري هو مشي طبعا أسألت واحد زي عسيني الشحات أعقده خلص أعقده انتهى بصة أنا أحب يعني الناس بيزعل مني أنا بحب التعامل باحترافي جدا احترافي من اللعيب والنادي النادي بيعرض واللعيب عنده عرض لازم اللعيب يحسبها بقى واللعيب دايما يختار أحسن حاجة يعني أنا بحبش اللي قولك أنا مضيت على بياضي لا لا كلمة وحش ديبس لا كلمة مش حقيقية أيوا بالضبط كده يعني ممكن تحصل مثلا نص في الألف مثلا لا لا وعالباده يبقى في اتفاقات يعني حتى لو مش مكتوبة بس بتبقى بتبقى باتفاق وثيقتك في النادي فأنا بحب الاحتراف والعقود عقدي انتهى النادي عرض كذا جالي عرض كذا أنا هفاضل بقى ممكن ماليا يبهنك عالي ولكن هنا ممكن معنويا وبطولات في حزبة تانية ومستقبل انت فاهم برضو اللي بيفضل في الأهلي بالضبط بكمل مميزات بعد كده بعد اللي اعتزائي فدي حزبة اللعبة اللي بيحسبها أيوا اللعب بيحسب الحزبة وبالحالتين مش غلط بس انا بزعم من الناس اللي بتزعل مثلا من فلان مجددش بعال خلاص يا ده احتراف أيوا كده آه بيحب يعني انا لعبت للنادي الاهلي بحب النادي الاهلي لكن اللي بروح اشتغل في مكان تاني بحب المكان ده وبحب الاهلي لكن بخلص في مكاني وشو لي ومعنى لانا روحت المكانيات ده مش معنى لانا بيتش بحب الاهلي لا لا دي مالهاش لكن ففيه لعب بيبقى عايش فترة طولة في النادي الاهلي يعني احمد فتحي برضو انا زهيلت من بعض الناس اللي ابتدت تهاجموا لما مشي احمد فتح 12 سنة بكم بطولة بخلاص ما فيه بعد وخلاص وفجاله عرض عالي قوي راح بعد نهاية عقدهم على الاهلي اه وراجل دخل يعني ماشي من النادي الاهلي معدل 35 مثلا صحيح فيعني خلاص يعني شكرا يا احمد ومرسيه على الفترة اللي انت عدتها والبطولات وادائك اللي فيه رجولة وفيه اخلاص للنبي الاهلي صحيح اه مش هتكلم عن رمضان صبح يوم رمضان برضو حزبة انت رمضان انت اساسا بيعت رمضان في انجلترا بيعته حطه اعره وراجع نديه الحزبة كانت بين رمضان وبناديه ورمضان اكتر طبعا بيحسب يعني فارق مثلا زي ما تتكلم في الانتر قلت على على الارقام هنا 15 مليون وهنا 100 مليون فبرضو يعني انا دائما بقولي الناس عشان الناس بتفتكي لما بقول كده اي بقى انت عايز العيب يمشي من الاهلي لا انا بقول له حط نفسك انت بس ما بدايا مكانه بدايا فيه يا جماعة فارق ده ده بيتي ومستقبلي وحياتي وكل حاجة وان كانت طبعا طبعا كيمة النادي الاهلي واسمه لا ده رقم كبير يعني اسم النادي الاهلي رقم كبير صحيح يعني يعني هو راح النادي اسمه مش كبير بس مش باسم النادي الاهلي صحيح النادي الاهلي افريقيا كلها طبعا النادي الاهلي طبعا ولكن في حزبة العيب بيختار احسن حاجة ليه وهو يتحمل اللي يحصل بعد يعني رمضان اتحمل اللغوطات كثيرة 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 طبعا خلاص انت اخترت انت اخترت ده 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 بعدها هي باكتج واحدة باكتج اخدها خدها كلها على بعضيه صحيح وانت اللي مختار يعني محدش اكبرك على حاجة انت اخترت ده خلاص انا خدت ده صحيح مش تاخد دي من غير دي فهي المشكلة عندنا العاطفة العاطفة يقول لك لا اه واق يا اخواننا ده فارق تسعين مليون مش فارق خمسة ولا عشرة في سنة بالزبط في سنة مش بولك هتكون فارق سنين في مفتاة اربعة سنية والنادي الاهلي بيع برضو بيحسب يعني مثلا يوم ما بيع ايام استاذ محمود طهر بيعوا على رأس الحربة ايفونة صحيح كان حاجة رائعة انا مفكر على وقتها كان بسبعة او تمانية مليون كان رقم ضخم يعني تسعة انت جابه باثنين وتبعت بتسعة وده الصح ده الاسمار في الاحتراف ده الرقم يخلينا بيعه ده الرقم يخلينا بيعه ورمضان الصبح لما بيعه وعلى فكرة انا فاكر لما الرمضان رايح الشتوك سيتي كان فيه انتقادات كاسية للمجلس النادي الاهلي بس رمضان كان رايح بخمسة وكسور انا فاكر مساعة تقريبا اكتر كمان اه اه يعني رقم يعني رقم ضخم هو ده الصح هو ده الصح في الاستصمار يعني ايام زمان الهواء لا انت بتمسك في اللعيب وقاعد معاك لكن الوقت فيه استصمار وفيه صرف فيه يعني اندية كترة جدا بتخسر صح يعني مش اقولك تسعين في المية من الاندية عايز اشوف نادي اراداته اكتر من مصرفاته حتى على فكرة بالموازل حتى العلوي الزمالك لا انا يعني الاهلي ممكن ابتدى يخش في حتة تانية لا انا بقولك الاهلي في ميزانياته الاخيرة اه مصرفاته على كرات القدم اكبر من مدخيله اه كنادي بيكسب كنادي فيه بيكسب بيكسب هي النقطة في ايه انا قبل كيكو تعمى مسؤول في احد الاندية الكبرى ايه لا احنا عايزين نبيع اللاعي بالفلاني احنا محتاجين فلوس طبعا عشان ادع ده طبيعا بس لو بيعناه الجمهور هي اللي بيع علينا حتى ضغطة الجمهور دي ممكن تخلي النادي دوت يخدش في ازم المالية ولازم الجمهور يبقى متفهم القصة دي يشجع النادي لكن الادارة جوه هي الادارة بتاخد القرارات والجمهور يساند اكيد القرار دوت في صالح النادي ايوا يعني لو النادي ما عوضلكش اللاعب ده بقى وما قدرش يحق نجحب على كله سيتلومه لازم الناس اللي بتدير جوه وده موجود في النادي الاهلي صح تدير صح يعني مثلا ممكن اممكن بره لما كنت بطلع بعيشات بره يعني مثلا عادت مره مع مدير رياضي مدير مدير رياضي ايه دي السياسة اللي بين مجلس الادارة وفرقة الكورة في جزء من شغله لكن شغله فني فيه جزء فني فيه بيع لعيبة شراء لعيبة هنطلع مين نشيين هنعير مين موضوع كبير جدا صحيح ده بمشي السياسة النادي يعني فيه نادي بمشي اللي انا هبيع في اخر السنة فلان وفلان وهجيب فلان وفلان ده شغل المدير الرياضي هو بيجيب في المراكز المدير الفني ده كله مع بعض يعني هو مش ضد المدير الفني هو مع المدير الفني مساعد للمدير الفني ومساعد مجلس دارة في تطبيق السياسة العامة بتاعت النادي عظيم طيب ده قلتلك دلوقتي يا كابتن حمادة على دوق تشكيل النادي الاهدي الممتازة جدا اللي خليت كل البطلات السنة دي اللي على وشك خلاص تاخد الدولة كمان اللي فيه بقى قفل اللعبة الموسم ده في محليا وافراقيا هل الاهلي عندنا واقص في التشكيلة؟ محتاجه يبدأ يشتغل على تدعمها؟ لو حد مشي طبيعي جدا هيتعوض بواحد بس لو اعتبرنا ان القائمة دي هي موجودة بفيه جراءة مثلا فيه لعبة كويسة جدا بس ببتلعبش أو لعبة ما سمعتش مع الاهلي قوي ممكن اطلق عارة ممكن ابيع ممكن اجيب استعوض مكانهم مثلا في مركز رأس الحربة رأس الحربة انت بتلعب فيه اثنين مش روس حربة فيه كهربا وشريف صح فانت محتاج في المكان ده رأس حربة رأس حربة واحد ولا ممكن تجيب اثنين ممكن تجيب اثنين تجيب اثنين مهاجمين بس هات عشان تجيب واحد يعني تدفع فيه فلوس وكواليتي عالي يعني الجودة بتاع التلعيب عالية صح هتجيب واحد هتجيب اثنين هتقسم البتاع مش هتجيب مش هستفين بالاثنين بالزبط فلاز تجيب حاجة فعلا بتدص انت بطولة افرقيا تكسر عالم قندية ما ده 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 الاهلي هي يعني بتلعب على بطولة قوية زي افريقيا وبتلعب وغير يعني مش عايز اقول لعيب للدور المحلي لعيب للحاجات الكبيرة دي صح فده مهم جدا عايز تستعود بعلي معلول علي معلول برضو السن برضو مع لو حصل اصابة لي او قاعد ببقى عندك خلل خلل كبير في الناحية الهجومية بالذات كمفتاح اللعب بقى رأيت لا موجود هاني رجع بشكل كويس اكرم راجع كريم راجع يعني المكان ده ماليا بشكل كويس نص الملعب انت مغطيه بشكل كويس جدا ممكن في الاطراب بقى عندك طاهر وعندك حسين الشاعات طاهر مبيلعبش بلعب على فترات ولكن انت محتاج حد برضو يبقى عالي في المكان ده عالي بقوة اممو تعرف انا المتقسم فيه خير كبير جدا مع الاهلي في الموسم اللي جاي مين كريستو تونس اللي مشوفناهوش لسه لأ مشوفناهوش انت انا شفتوا بسيطة بسيطة بس محطش كتير بقى مش عارف يعني بحس ان اللي عندنا منه عندنا منه في شهر اللي شابه بلايب كويس طبعا يعني ان الاهلي جاب صفخات كتيرة وفي صفخة وايعت منه مثلا صبي صح ومدفوع فيه رقم كبير ده طبيعي بيحصل في كل أنية العالم ممكن لعب هايل بس مركبش بوا ومركبش في خطة كولر يعني كولر ليه اسلوب معين وطريقة لعب يمكن هو مش مناسب في 4-3-3 ممكن ممكن يناسب لو لعبت 4-2-3-1 ممكن يناسب ده خلاص ما تزعلش وبيحصل بيحصل فيه لعب مركبش عندك فيه استعرف فيه انتقادات كاسيرة يقولك اللاعبين الأجانب اللي في الأهلي مين اللي بيختار اللاعبين أجانب بس ما هون الأجانب علي معلول لعب دولي تونسي بيرستاو لعب دولي جارب أفريكي أليو دينجي لعب دولي في مالي كريستو لعب دولي وهو صغير كده في المتخب تونس فهو لا الصباخات كلها نكحر اه بالظبط وسببه لك كويس بس مركبش مع النادي الأهل ده فهنبس فيه نبطل برازيليون خالص في مصر في مصر اه بس خلاص ما يخلصونا يا جماعة يعني بلاش البرازيلي اللي هو العالي قوي بالظبط بالظبط كده نقفلها بقى من الأول يعني ما حدي يجيب لك سي بي قول لك باجل ده برازيلي قوله حلو وجميل بس لو كان كويس مكنتش هتجيبه هنا قبل ما بص على سي بي اه بالظبط كده كابتن حمد حراك شرفت انوارتك العدد حرمعك مبتعني انا بشكرك شكرا جزيلا بشكرك خريم ده كان اختام لقاءنا مع الكابتن حمد الصدي لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل احمد الحرفي ومحمد مطوع كلام حلو كواليس كتيرة جدا عندهم سواء في الاهل او في الزمالك خليكم معنا الفقرة دي هتبقى حلوة جدا جدا عشان فيها كواليس كثيرة جدا عن الاهل وعن الزمالك عن الزمالك وعن الاهل كنت بقول لكم الاول الناس بتحب الترتيب دوت تقول لك انت قلت الزمالك الاول قلت الاهل الاول فبقولها الاتنين يعني عشان تبقى مرتاحة محمد مطوع واحمد الحنفي معاهم النهاردة شوية كواليس حلوين جدا مطوع مشرف ومنور حبيبي يا كريم دايما بكون سعيد معاك اخبارك ايه؟ كل حل كل حل احنا في دايما منور حبيبي يا كريم بجد حبيبي اخبارك ايه؟ خدنا افريقيا خدت افريقيا موسط اه طرحينا مع اسلام ان احنا افريقيا كان اسلام عزت اه كان اسلام عزت بس ما فوت تشكرني اه ليه بقى ليه؟ روح تجيبتك الكاس وييت بحقيقة ايوه الله انا شيئة انا بغلت ايوه الله انا شفت شفتني اهنا فوايا فتحت شفت كماش كنت راح مش هراهم انا بس كنتش فاهم الاغنية عصر طب مرة اسمعها فمش فاهموا بيقولوا ايه طب على اخبار نبدأ بحاجة احنا كنت مرتبين مع بعض شوية حيات كده هن تمام بس انا هبدأ بحاجة السؤال الذي يتردد كثيرا يتردد طول الوقت كل الناس بتسأله قبل ما تكلمني على صفقات الزمالك قبل ما تكلمني عن الراحلين قبل ما تكلمني على اسمعك كبيرة اللي ممكن تيجي الزمالك قول لي الزمالك هيجيب فلوس الصفقات منين ده كل ما اكتب كل ما انازل فيديو يقولك كريم رمزي يكشف صفكة مش هتلاقي واحد اه انا هيجيب الفلوس دي منين فانا قلت اسألك انت السؤال دوت عشان تبقى الامور سهلة بعدك تمام هو اكيد طبعا الزمالك بيمر بأزمة مالية ومجلس ادارة الناس الزمالك دائما بيتكلم في النقطة دي وموضوع ان يخش فلوس لنادي الزمالك في الفترة الاخيرة اولها طبعا ان هما الزمالك قرر فتح باب الاشتراكات داخل نادي الزمالك الاشتراكات بتدخل تقريبا يا كريم لما تيجي تجدد العضوية في الاشتراكات في نادي الزمالك بتدخل ما يقرب من 70 مليون جنيه فانت بتتكلم مبدئيا 70 مليون جنيه هكو موجودة في خزينة نادي الزمالك خاصة ان قدرت النادي يعني حط التعليمات ان اللي مش هيجدد او اللي معاد محدد هيبقى فيه غرامات فكله في الفترة دي عمال يعني بيدفع وبيلحق نفسه انه يجدد بدون غرامات عندك الزمالك بيتحرك دلوقتي طبعا مع روزارة الرياضة ان يبقى فيه حساب جديد لنادي الزمالك في هيئة البريد المصري عشان يقدر يتلقى الاموال اللي جاية ليه اهم الاموال اللي جاية ليه 400 الف دولار فلوس صفقة مصطفى فتح اللي من نادي التعاون اللي موصلتش الزمالك حتى الان حوالي ما يقرب من 750 الف دولار من الاتحاد الافريقي مشاركات الزمالك في دورة ابطال افريقيا الزمالك عنده 400 الف دولار تقريبا برضو قيمة مشاركة سيفر الجزيرة مع منتخب تونس في كأس العالم فدي ارقام دخلة مع الزمالك بجانب مزهور مؤخرا احد رجال الاعمال المنتميين كتشجيع لنادي الزمالك من رجل اعمال اماراتي بيدعم نادي الزمالك في صفقات كتيرة زي الصفقات زي ما انت اتكلمت في اول الحلقة عن بعض الصفقات اللي الزمالك داخل فيها هو داخل داعم قوي على الاقل 50% من اي صفقة زي مالك هيفكر يجيبها من بره هيكون هو داعم لها في الفترة المقبلة عشان بس ان الجماليه زي ما اقول لها يا عم يقول لك بطول اي كلام مقراص المعلومة اللي انا بقى كده هتحضر لكم 100% الزمالك هيخش سؤول انتقالات دوت بقوة كبيرة جدا دا اكيد انا ما كانش عندي كل المعلومات اللي قالها مطوعة دايد بس ما كنتش عارف الفوس هتيه منين بس كده كده الزمالك مش هيعيش بالقائمة داية الموسم اللي جاي هو هيعمل تدعمات دا اللي قدر او رهولك ودا اللي بيشتغل عليه الناس اللي موجودين في نادي الزمالك في الوقت الحج برضو بعيد عن الترتيب تمام حسين الشحات ميكمل مع الاهلي ولا مش ميكمل مع الاهلي خلينا نبقى متفكين يا كريمي ان حسين الشحات من اللعبة المهمة جدا الموجودة في النادي الاهلي وافضل لاعب في مصر الموسم دا صحيح تأثيرا ورقميا حسين الشحات شارك في 30 موش سين في 17 هدف مع الاهلي صحيح سبعة جوان بس في دوري ابطال افريقيا كان مؤثر مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفرق كتير حسين الشحات حتى من قواليس رقم 10 حسين الشحات متمسك جدا بالنادي الاهلي وبالنسبة له لزال النادي الاهلي هو رقم واحد مضبوط حسين الشحات شايف انه ضح قبل كده عشان جبهر النادي الاهلي والنادي الاهلي ومستعد يضح تاني عشان جبهر النادي الاهلي بالعرض الكبير جدا اللي جايله من الدوري السعودي مهم قوي انه الاهلي يخلص المفاوضات مع حسين الشحات في الوقت الحالي الاهلي كان مدي مهلة لحسين الشحات قبل الانضمام المنتخب لبعد معسكر المنتخب في خلال الايام القليلة اللي جاية حسين الشحات هيحسم أمره مع النادي الأهلي وأتوقع بنسبة تتعدد 90% حسين الشحات هيجدد للنادي الأهلي لأن حسين الشحات عنده رغبة كبيرة جدا أنه هيستمر حسين الشحات عنده رغبة مهمة أنه هو ما يغزلش جمهور النادي الأهلي هو شايف أن جمهور النادي الأهلي بيحبه هو شايف أنه في علاقة بينه بين جمهور النادي الأهلي خاصة جدا وهو مش بيبص للجزء المادي بنسبة كبيرة وطلبات حسين الشحات بالمناسبة مش كبيرة مش عائق بالنسبة للنادي الأهلي فأنا أتوقع السمران حسيني الشحات والتجديد ليه في خلال الأيام قليلة أسألك سؤالي أنا في النص كنت لازم أتكلم عنه النهاردة طيباً في الحلقة كلها لو أنت تدخل مثلاً من الأهلي 15 مليون جنيه في الموسم ونتأخذ في النادي السعودي 100 مليون وشوية هنا أنا على فكرة أنا بميل دائماً لفكرة الانتماء وبحب الناس اللي عندها انتماء وأصل والناس بتعرف المعروف بشكل كويس وحسيني الشحات يعمل ده بشكل كويس بس الفرق يبير ضخم يعني يخوف أنا بعض أقول نفسي هو أنت لو ما كانه هتعمل إيه أنا بطلق بط حسيني الشحات هو في الضار المراتي قبل كده هو في العين كان جاي له عرض كبير برضو في الوقت اللي كان النادي الأهلي بيفوض وبصراح كان في البيك في مستوى في العين بالزبط كده وكان عامل كاس عالم الأنديام على عين هايل ومقش قدام ريال مدريك كبير وكان عنده عروض من الدوري السعودي ساعتها لو نفتكر وحسيني الشحات فضل النادي الأهلي أنا معاك أن الاحتراف دلوقتي هو السائد في الكرة أنا بدور على مصلحتي فين طالما أنا مش بدور حد ولكن فيه دايما مساحة صغيرة ميسي راح أمريكا وساب برشلونة ورولالدو راح الدوري السعودي بعد المشوار الكبير ومساب مانشستر ونايت فدايما فيه مساحة صغيرة لسه في الكرة في حتة أن أنا بحب الحاجة دي حسيني الشحات من الناس اللي بتحب النادي الأهلي جدا من الناس اللي بتحب مرتبطة بجمهور النادي الأهلي وحب أنها تستمر في النادي الأهلي أنا شايف أن حسين إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي الأهلي كان فيه حتى كده أنه أصلا ما كانش حاسب أمور حسين من زمان أيها يعني المفروض حسين لعب كبير ما تسيبوش لحد الديد لاين وتبدأ تتفاوض معه والتجديد بس ده ليه ده لإن حسيني الشحات في فترة من الفترات في الدايق كولر ما كانش في اللعبة ساسية قبل كولر حسين الشحات الأهلي كإدارة وجماهين متقبلين فاكرة أنه رحيلة بالضبط كانت حسين الشحات في أول موسم ما كانش اللعب أنه أنا أقول لك الأهلي هيسيب حسين الشحات أنت كمشجع أهلاوي لكن السيزون اللي عاملوا حسين السنادي مع النادي الأهلي بيخلي كل جمهور نادي الأهلي بيقولوا أنه إحنا إزاي سيبنا حسين لحد الديد لاي مجدد لانوش صحيح طويل مين بقى أستاذ مطاوع اللي داخل النادي اللي رايح النادي اللي هينضم للنادي نادي الزمالك ومين اللي هيرحل شوفت السؤال سهل إزاي جميل بس إجابته مليانة شباب طيب خلينا لو نبدأها كده إيه من الخط الخلفي من أول حراسة المرمى طيب محمد عواد بنسبة كبيرة خارج صفوف الزمالك في الموسم المقبل وحتى الآن لم يتم مفتاحة عواد في أنه يجدد عقده وعقده بينتهي بنهاية الموسم المقبل في عروض كتيرة فيه من فارقه فيه من المصري فيه زيد بدأ ويكلون معاه بس طبعا الراتب اللي بياخده عواد كبير شوية ففيه أندية شايفة أنها ما تخشش معاه وهو بدأ يدور حتى على يعني عروض في الخليج أو في السعودية تحديدا عشان حد يقدر يديله الرقم اللي هو بياخده هنا في مصر صح وكان له تجربة سابقة في السعودية مع الوحدة السعودي ولكن الأقرب حتى الآن الزمالك بيفكر جدا دخول عواد في صفقة مع فارقه على أساس فارقه بتعاني في مركز حراس المرمى والزمالك محتاج لعيبة من فارقه أبرزهم محمود حمد فيعني إحنا بنتكلم أن عواد أول الرحلين هيكون في المقابل فيه تنين حراس مكان عواد أحمد ندر السيد العائد من الأعارة في البرتغال وأحمد ميهوب حارس مرمى المحلة واللي توصلوا معاه لكل الاتفاقات وقد لا يحرص مرمى المحلة أمام الزمالك المباراة المقبلة بسبب الكلام الكتير حوالي أنه اقترب من الانضمام للزمالك هم شايفين بقى أنه هو ممكن بره تركيزه خلاص بقى دماغه يعني متعلق بمفوضات الزمالك واحد زي أحمد ميهوب هينزل مباراة زي دي مثلا يتساهل مثلا لا مش قضية يتساهل يعني مش هيركز بالعكس ده هو عايز يزهر ده هيبقى مركز جدا عشان يزهر قدام الزمالك اللي هينضمله مثلا لو هينضمله فالجمالي بتاع الزمالك لما تشوف المباراة هو بيقدم شكل كويس تقول أهضح نجيلنا حاليس كبير فهو حارس صغير ممكن خبرات تخونه في المباراة زي دي فهو يعني الأفضل أنهما شايفين أنه هو مش هيكون موجود خلينا في الخط الخلفي الباك الشمال أحمد فتوح مستمر محمد عبشافي الموسم انتهى بالنسبة له والحالقة هو بالنسبة له تماما انتهت محمد عبشافي هيعتزل في نهاية الموسم وده أمر المنتهيين منه خلاص عبدالله جمع أقرب الراحلين من الزمالك الزمالك حاطت أكتر من اسم في مركز الباك الشمال خلينا أقول لك أحمد سمير ظهير طلاق الجيش ظهر بقوة في الساعات الماضية أن يكون موجود مع عمر السعداوي الظهير الأيصر لنادي المصري فيه لعب يعني يعني فوقت وانا بكلم حد في نادي الزمالك اسمه يسري وحيد ده وباك شمال بيلعب في نادي الترسانة وكل اللي بيتكلم عنه بيقولك أنه ده محمد عبدالواحد الجديد فده برضو من الأسماء المرشحة بقوة خاصة أنه كمان يعني أحمد فتوح في خطة أسره ومعادش باك شمال مش هيبقى في المكان ده ده هيبقى إما مساك تاني إما هيبقى في نص الملعب فالموضوع بالنسبة له منتهي الناحية التانية فيه شام صلاح وعمر كملعب واحد وواحد من الاثنين الزمالك داخل فيهم أن يكونوا موجودين مع حمزة المسلوسي وعودة أحمد عيد الأر طبعا خط الدفاع بالكامل وراء ما فيه غير الوينش المصاب ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد المستمرين مع عودة محمود علاء والزمالك بيحاول يجيب مدافع أفريقيا ولكن حتى الآن ما فيهش أي كلام عن مدافع أفريقيا ده بالنسبة للخط الخلف في نص الملعب عمر السيسي أبرز الرحلين من الزمالك في نص الملعب هيتم تعويضه بتجديد لسيف فاروق جعفر يكون موجود فيه مفوضات قوية مع محمد ريدا بوبو محمود حمدا من فارقه وده أقرب الأسماء اللي هكون موجودة للتعويض الكلام عن طرق حمد إدارة الزمالك يعني اللجنة الفنية عايزة وإدارة الزمالك شايفة أن طرق حمد مش يكون ليه وجود في الزمالك لأنه شايفينه أنه ساب الزمالك في فترة كانوا محتاجوا فيها فمش يكون موجود معهم ده بالنسبة لنص الملعب محمد عشر فروقة مكمل وراء محمد عشر فروقة مكمل طول ما أسره موجود محمد عشر فروقة مكمل حيلو طيب خط الهجوم عندنا طبعا زي ما قلنا كلام زي ما أنت قلت عن عمر السومة موجود الاسم بقوة وزي ما قلنا أن فيه رجل أعمال إماراتي هو اللي بيتكلم في الموضوع ده طبعا سامسون بالحج الأسماء دي كلها هترحل عن نادي الزمالك أوباما راجع من ضمن الأسماء اللي هتدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة وفيه اسمين اسمين من المصري إلياس الجلاصي اللي فيه مفوضات كبيرة موجودة معه والاسم الآخر وهو عقده بينتهي مع نادي المصري وقعد مع مسؤولي الزمالك في أكتر من مكان في القاهرة وهو جرندو أن يكون موجود في الزمالك بنسبة كبيرة في الموسم المقبل حيلو حلو الكلام ده حلو أعجبك حلو عسى لك على حمدي فتحي حسين شحيت قلتني هو هيكمل مع النادي الأهلي حمدي فتحي هيكمل حمدي فتحي على ما أعتقد بنسبة كبيرة هو مش هيكمل الموضوع محسوم خلاص أن حمدي فتحي خارج الأهم هو بديل حمدي فتحي لأنه أنت هتسيب لعب مهم جدا في تشكلة النادي الأهلي لعب من أهم اللعبة اللي موجودة في مص ملعب الفريق مش بس عشان هو مهم كثير من اللعابين مهمين بس حمدي فتحي تحديدا أدوره معقدة جدا معقولة في تحديدا بالضبط أضاف له حاجات كتير وهو تطور لا فيش لعب شبهه يعني بالضبط تقدم موسم أعتقد ده من أفضل مواصف حمدي فتحي صحب مع النادي الأهلي بديل حمدي فتحي هو المهم الأهلي بيتفاوض مع بابه بنسبة كبيرة جدا ليكون بديل حمدي فتحي أنا أتوقع أن بابه هيكون حاجة مهمة قوي قوي بل ممكن يكون كنبلة خطوص النادي الأهلي مع كولر بابه لعب بيعرف يتكن حتة القادمون من خلف بشكل هايل جدا بيشوف برجليل اتنين بيسدم بره ونطية الجزاء وده الحاجات دي اللي بيحبها كولر في مص الملعب أن يكون عنده أدواره جميع بيعرف الجده بابه ممكن يكون محتاج يتطور في الجزء البدني شوية وده اللي هيشتغل عليه كولر فأنا أعتقد أن صفقة ببابه هكون صفقة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي في حالة رحيل حمدي فتحي في الصيف الحالي قلت لي قبل ما نخش الهوى أنه أنت عايز تقول لي كلمة السر في فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية إيه كلمة السر؟ كلمة السر هي ثقة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة في كولر بعد هزيمة الأهلي من صندونز بخماسية كابتن محمود الخطيب وصل رسالة الكولر بعد الخماسية كان معناها إحنا بندعمك كمل إحنا بندعمك كمل في الوقت ده هو الوقت ده اللي كان سبب رئيسي أن الأهلي حق بطولة أفريقية أنت في اللحظة دي كان ممكن تعمل حاجة صغيرة تهد كل حاجة أنت بنتها في وقت أنت أصلا ما فيش أي اختيارات غير أنك تكمل فقرر الأهلي أنه يكمل في اللحظة دي وكرر مجلس الإدارة أنه يسك في كولر وفي اللاعبين في اللحظة دي فكانت النتيجة أن الأهلي كسب القطن أربعة أن الأهلي كسب بعدها القطن الهلال تلاتة كسب فرقه تلاتة كسب سموحة تنين كسب سموحة تنين وبعدها كسب الرجاء اتنين النتيجة كانت إيجابية بعد اللحظة دي ومن هنا كانت انطلاقة الأهلي الحقيقة في بطولة أفريقيا أو في الدورة استكمالة للفرق زيزو مكمل وأنا مش مكمل مع الزمالك زيزو مكمل رغم وجود عروض كتير موجودة ليه ولكن الزمالك قافل أي مفاوضات لأي اللي رحيت زيزو خلينا أقولك بس حاجة لو فضل لسه لسه ما أنا وقت كنا هنا مع بعض كنا هنا مع بعض وإمام عشور كلمنا فيه لو تفتكر وقلت لك إمام أبلغ لعبة الزمالك أنه لو رجع مصر مش هيلعب غير في الزمالك إمام عشور من ساعات كان فيه جلسة بينه وبين كابتن عبدالواحد السيد وقال له كابتن عبدالواحد قال له احنا محتاجينك معنا قال له لو انتوا عايزيني أنا جاهز وهرجع من يعني من الصبح خلاصه مع ميت لند الدينوماركي وأنا موجود معك وقال له طب مفاوضات أهلي مش أهلي قال له أنا مدرجات زمالك مدرجات زمالك وقال له عندنا عروض من تركيا ومن الإمارات ومن السعودية ولكن الأمر في إيد نادي الزمالك عايزين زيزو يبنى عليه فريق ويدعمه ويبنه هو موجود عايزين يبعوه ويشتروا لعيبة يابنه بقى فريق زيزو جاهز لكل اللي احتمالات ولكن هو تحت أمر نادي الزمالك كلام محترم جد من أكتر لعيبة في الفاينال بتعافلك عجبوك لفت وناظرك كله تكلم على محمد عمنام نقطة الهدف بروزة مجهود محمد عمنام قوي كله تكلم على العالم معلول بس محدش شاف محمد هاني محدش تكلم على محمد هاني ولا إدى محمد هاني حق مش كلهم مش كلهم يعني في ناس شافت برضو في ناس شافت بس محدش حق أنا شافت محمد هاني أنا شافت أنه هو التطوير اللي حصل لمحمد هاني وتحديدا في مباراة الودات في القاهرة وفي كزابلانكا يستحين هو البروز محمد هاني إحنا معنا بس في ريمين سرع هنخدهم هتوم يا جماعة على طول محمد هاني في الهدف التاني بتاع الأهلي بتاع هدف كهرباء في القاهرة كان سبب رئيس الهدف باللونجبول اللي عمله لحسين الشحات ده محمد هاني في الهدف التاني للنادي الأهلي لونجبول متقط لونجبول ده كان تخصص علي معلول محمد هاني مع كولر اتطور أن هو يعمله فالراجل عمل لونجبول لحسين الشحات اللي عمل أسست الكهرباء فهدف الأهلي هنا في كازابلانكا في المطش التاني برضو لونج بول خدنا منه كورنر اتلعبت مع المعلوم الفريمن اللي بعده على طول آه عشو ما بيشرح كمل ياحب ده هدف التعدل دي كورنر اللي الأهلي سجل منه هدف التعدل لونج بول من محمد هيني برضو اتلعبت في قلبة فعل الوداد خدنا منها كورنر تسجل منها الهدف تطور محمد هيني مع كولر مشواخت حقه محمد هيني فعلا قدم بطولة بطولة أفريقيا موسي مع كله بتصراحة بعد إصابة كريم فؤاد وأكرم توفيق فعلا أثبت أن الرجل على قد الثقة تطوره النفسي مع كولر كان لعم المهمة قوي 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 أن الرجل برافو عليك طيب طيب آخر حاجة فتوح موقفه ايه مع الزمالك الموسي فتوح عقد بينتهي بنهاية الموسم المقبل حتى الآن ما فيش كلام معاه ولكن اللجنة الفنية في الزمالك هتقعد مع فتوح بعد العيد هيستغلوا فترة ما فيش مباريات هيعودوا معاه هيجددوا معاه زيزو فتوح الوينش محمد صبحي خط أحمر في الزمالك بالنسبة للنادي الزمالك اللي هيبنوا عليه للموسم المقبل طبعا تشرفت ونورتك العالم مشكرك شكرا جزيلا دايما احمد تشرفت ونورتك العالم استمتع بتواجدك معايا شكرا جزيلا شكرا ده كان ختم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معايا اشوفكم يا رب على البخير